صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح دريم النهاردة الجمعة 18 نظامبر 2016 تسعة صباحا بتوقيت القاهرة يوم سعيد على الجميع إن شاء الله النهاردة بعد فقرتنا الإخبارية مباشرة عندنا فقرتين مهمين جدا جدا وبيهموا شريحة كبيرة من المجتمع المصري رحيب في فقرتنا الرئيسية الأولى هنفتح ملف القطاع الخاص والعملين في القطاع الخاص لأن مشاكل العمال طبعا المزمنة لسوق العمل المصري منذ عقود العامل المصري دائما بيشتكي من سوق معاملة في القطاع الخاص القانون مش بيحميه أبدا مش بيقف جنبه لما بيتم فصله فصل تعسفي مثلا كمان أصحاب المصانع في ناس كتير جدا بيشتكوا إن العمال بقى المصريين هم اللي مش عايزين يشتغلوا أو محتاجين تدريب صراحة هي مشكلة كبيرة جدا ومزمنة بنحاول إن احنا ندور ديها على حلول النهاردة الدولة الحقيقة من جانبها قامت بعمل بعض التعديلات على القوانين المنظمة لمنظومة العمل في مصر كمان المجتمع المدني بيعمل مبادرات كثيرة لتطوير منظومة العمالة في مصر إزاي بقى هنحل المشكلة المزمنة دي وإزاي نطور من مستوى العامل المصري وفي نفس الوقت نوفر لي حقوقه كل ده وأكتر هننقشوا مع ضيوفنا اللي هيكونوا مشارفيننا في الفقرة الرئيسية الأولى سيادة النائب محمد وهبالة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأستاذ مجدي بدوي أمين العمال بحزب مستقبل الوطن اللي هيكلمنا عن مبادرة هنسند معاكم اللي أطلقها الحزب لمساعدة ومسندة العاملين بالقطاع الخاص وكمان هيكون معنا الأستاذ شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعملين بالقطاع الخاص ده بالنسبة لفقرتنا الرئيسية الأولى فقرتنا الرئيسية الثانية هتكلم فيها طبعا زي ما عودناكم كل يوم جمعة عن قضية اجتماعية ويمكن كنا نقشنا ظاهرة الطلاق في حلقات سابقة وبناء على طلب حضراتكم هنستكمل الموضوع الطلاق طبعا ظاهرة أصبحت من أخطر الظاهر اللي بتهدد المجتمعات في أي دولة وللأسف السنوات الأخيرة أصبح نسبة الطلاق في مصر يعني من أعلى المستويات عالميا أكتر من 200 تقريبا لمتين واربعين حالة طلاق كل يوم في أسباب كتيرة جدا طبعا تخلي ارتفاع حالات الطلاق بهذا الشكل هنعالج طبعا الأسباب دي أو هنحاول نطرح حلول لمعالجة هذه الأسباب ونعرف ليه أصلا الكلام ده بيحصل وهل إحنا إذا لقدر الله حصل طلاق هل إحنا بنتعامل مع الموضوع بطريقة متحضرة ولا لا كل ده وأكثر هيكون طبعا هتكون معانا ومن ورانا في هذه الفقرة دكتورة هالة عثمان المحامية بالنقد ورئيس مركز عدالة ومسندة طبعا مستنين أراء حضراتكم على أرقام تليفوناتنا لقدامكم على الشاشة أسماسز على تيسة 1170 أو صفحتنا على فيسبوك 71 بالعربي أو بالإنجليش تعالوا نشوف آخر مستجدات الأحداث وأول خبر معانا النهاردة رسميا السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 محبوس من بينهم إسلام بحيري أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار الجمهوري رقم 515 لسنة 2016 بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا يدم القرار 82 شاب من بينهم إسلام بحيري والأغلبية لطلبة الجامعات أعتبر البعض أن هذا العدد هو الدفع الأولى من الشباب اللي هيتم العفو عنهم وأن القرار استند إلى المادة 155 من الدستور واللي بتعطي رئيس الجمهورية حق العفو عن من صدر ضدهم أحكام نهائية تعالوا نشوف دلوقتي بعض أسماء الذين سيتم العفو عنهم 82 من المعفو عنهم ونكمل أخبارنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعود إلى أخبارنا مرة أخرى مشاهدين ووزير الدفاع القيادة السياسية تصير بخطة واضحة لحماية المصالح القيادة أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أن المشكلة الاقتصادية اللي بتواجه مصر حاليا والجهود اللي بتبذلها القيادة السياسية في حماية المصالح القومية والسير بخطة واضحة لتغلب على المشكلات التي تواجهنا وتنتهج أسلوب يدل على دولة قوية وأن هذه الدولة تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة خصوصا القرارات الاقتصادية الأخيرة قال وزير الدفاع أيضا أن هذه القرارات ستساهم بشكل كبير في حل المشكلة الاقتصادية ولذا كان لزاما على القوات المسلحة كإحدى مؤسسات الدولة أن تشارك في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والقومية في مختلف القطاعات لتكون سندا للشعب المصري وتقوم بكل عمل من شأنه المعاونة في تخفيف اللعب عن كاهل المواطن المصري تعالوا نروح للحكومة والشريحة الأولى من قرد صندوق النقد لدعم الموزنة ومحدود الدخل أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه في إطار ما تردد من أنباء تفيد بتخصيص الحكومة الشريحة الأولى من قرد صندوق النقد الدولي لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية فإن وزارة المالية أشارت إلى أن الشريحة الأولى من قرد صندوق النقد الدولي والمقدرة بـ 2 مليار دولار والتي حصلت عليها مصر منذ أيام سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدود الدخل وليس لسداد ديون مستحقات شركات البترول الأجنبية أو لأي مديونيات أخرى أضافت أيضا أن صندوق النقد الدولي لم يفرد شرطا على مصر خاصة بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرد البالغ قيمته 12 مليار دولار وضحت الوزارة أيضا أن مصر ملتزمة بسداد أقصات المديونيات الخارجية في موعدها المحددة ومنها طبعا مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر والتي ستسددها وزارة المالية بموعيد استحقاقها نروح لرئاسة الوزراء ورئيس الوزراء يبحث مع رئيس موانئ دبي ضخي استثمارات جديدة التقى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية وذلك بحضور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة قال السفير حسام القويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن شريف إسماعيل رحب في مستهل اللقاء بالرئيس التنفيذي للمجموعة معربا عن تقطير مصر لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم لمصر أشار إسماعيل أيضا إلى أن المناخ الراهن يتيح العديد من الفرص الجاذبة للمزيد من الاستثمارات وينوه في هذا الإطار أن مشروعات البيترو كيمويات الجاري تنفيذها في منطقة العين السخنة حاليا والتي ستفتح مجالات لإقامة العديد من الأنشطة الأخرى كما تماهد لإقامة منطقة الوجستية للمنتجات البيترو كيموية تضيف قيمة كبيرة للمنطقة الاقتصادية في العين السخنة طيب معنا على الهاتف طبعا للتعليق على هذا الخبر دكتور أحمد الشامي الخبير الاقتصادي في النقل البحري صباح الخير يا فن صباح الخير يا فن معيل بيبحث مع رئيس مواني دبي ضغط استثمارات جديدة هذه المنطقة بالضبط يا فندم على المستوى الاقتصادي الاستثمار فيها بيمثل إيه بالضبط تفضل يا فن صباح الخير صباح النور حضرتك طبعا مواني دبي العالمية عشان بس الناس تعرف ليست فقط موجودة في ميناء السخنة مواني دبي العالمية دي ميناء حكومة تابع لدولة الإمارات تابع لدبي بيدير من أكبر مشغلي ومطوري المواني في العالم تأسست تقريبا ثلاثة تسائين مش عايز أقولك فيها مئة الف موظف ولها استثمارات في دول عديدة وبتدير أكبر المواني البحرية مثلا لو قلنا في أفريقيا في الجزائر في شارع الجزائر ميناء جنجل أكبر ميناء في أفريقيا بل حياتك في الفين وستة استحوزت على رعبة أكبر مشغل للمواني العالمية اللي هي بل حياتك بل حياتك احنا منتكلم على شركة عربية دولية بتدير في أكتر من ستة وعشرين دولة على مستوى العالم يعني حياتك تعرفي إن مواني ده باقي مثلا ليها ميناء في الصين بتديرو ليها ميناء في كندا ليها في فنزويلا ليها في أفريقيا في جيبوتي في الجزائر في موزنبيك موجودة عندنا هنا طبعا الحمد لله في ميناء السخنة إذا ما قلت حضرتك ببعتي ميناء السخنة عشان ناس تعرف ده ميناء محوري ميناء محوري مهم جدا مدخل جنوبي لقناة السويس مخطط له العديد من الاستثمارات الجيدة من ضمنها حضرتك قلت طبعا نشوها البترو كيميوات هو هيبقى في الفترة الجاية وأكتر من كده علي يعني خد بالك المخطط أكبر من كده فكون إن هو طبعا سيد سلطان بن أحمد بن سليم وده من يعتبر تاني أهم شخصية في الشركة بيتواجد بيتشرف إن هو بيقعد طبعا مع السيد رئيس مجلس الوزراء في كتور أحمد درويش رئيس الهداء الخصوذية ده معناه إن اهتمام أو إحساس مواني دبي إن المنطقة في منطقة السخنة من أهم المواني المواني الليجيسيات في الفترة القادمة تمام وبالتالي ضخ السمارات واعتمنى طبعا أنا شخصيا إن واحد من الناس أتمنى إن هو يتوسعه في المواني المصرية أكتر من كده مش مجرد السخنة لأن دي شركة دولية عندها الليجيسيك بريفورمانس عالي جدا بتاعها تمام فطبعا دي خطوة جيدة وده الإمارات معروف إن هي يعني حليف أساسي لمصر وده عمل مصر تمام خطوة جيدة وده مؤشر على فكرة لأنا مازلنا ماشيين في الطريق الصحيح وإن نبتدى عندنا عوامل جذب السمار طيب هل نعتبر مثل هذه الخطوة اللي حضرتك بتشير لها رد على من يشكك في برنامج الإصلاح الاقتصادي مثلا؟ لا لا بص برنامج الإصلاح الاقتصادي ده لأنهم أشادوا بـ يعني الشركة أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واتكلمت أن هذه الخطوات تكون إيجابية على المدى الطويل والقصير على الاقتصاد المصري حضرتك بتأسسي لبناء دولة المستقبل بعيد وده أمر أمر حتني ومطلوب أنت بتأسسي مستقبل بلد لأجيال قادمة أنا مش بتكلم في فترة ثلاث سنين وخمس سنين أنا بنتكلم على مستوى أكتر من 100 سنة أنت خلال فترة بسيطة جداً أنت هيبقى عددك 135 مليون أنت هيجي في أهل من 25 سنة أو 30 سنة ما هتوصل إلى هذا العدد لو ما بتوجديش فرص استثمار بيبقى هتزيد عندك البطالة هيزيد عندك التضخم أنا مش شيف إجراءات صحيحة يا حليك شايف أن مناخ الاستثمار جاذب ومناسب لمثل هذه المشروعات دلوقتي هل إحنا كيف نحافظ على هذا المناخ يا دكتور؟ جاذب لأن كمان خد بالك قانون الاستثمار الحالي ابتدت الملامح بتاعة التعديلات تظهر وتتناعش على المستوى المتخصصين وأكيد طبعاً الدول المستثمرة بتبقى متابعة هذا الأمر ودي حاجة جيدة لأن احنا كنا بنعاني من قانون الاستثمار تمام فعلاً يعني المستثمرين سواء مصريين أو أجانب أو عرب فعلاً كان فيه معاناة من قانون الاستثمار صحيح وكان فيه اجتماع يعني مؤتمر الاقتصادي الفترة اللي فاتت من أهم النقط اللي ذكرتها الوزيرة دا يا خرشد إنها فعلاً اللي هذا القانون بيتعدل وبيظهر بصورة أفضل وصورة جاذبة للستثمار لأن انت محتاجة كده لأن اخد بالك انت المناخ لابد يكون فيه تشريع جيد عشان يبقى جاذب تمام طيب وانت عندك فرص استثمارية عالية يعني بصي احنا من أعلى الدول في الفترة الحالية اللي عندنا فرص ما بقى عليه طيب هي فرص وستراتيجية جيدة أنا كيف أحافظ يعني كيفية المتابعة أعتقد إن هي دي اللي قد نفتقدها قليلاً المفروض إن احنا بنحط استراتيجية كويسة قوي عندنا فرص كويسة عندنا موارد هيلة عندنا قوة بشرية عظيمة أنا عايزة أتابع وأحافظ على ده المفروض أعمله إزاي بصي بصي الجميع يعلم وقالها السيد رئيس الدولة وقالها كالعديد من الوزراء الهكومة والقيادات احنا نفتقد الإدارة الإدارة مواني دبي دي دي شركة بتديرش مواني وأهم مواني في العالم آه فالنهاردة ما انت بتجيبي هذه الشركة اللي عندها قدرات لوجستية عالية وليها تاريخ برغم إن عمرها وزي ما بقولك من سنة 99 يعني عمرها مش قديم فخلاص عندها الكفاءات أما هي تتواجد هنا والدخص مرات وتبتدي تدي خدمات على فكرة المنافذ البحرية أما يكون فيها خدمات جيدة ده عنصر مهم جدا من عنصر جذب للإستثمار بالضبط سواء اللي انت بتجيبي سفن من خارج سواء بتجيلك واردات أو بتطلع من عندك صادرات وانت النهاردة ما بتنمي منطقة صناعية بغرض التصدير لو ما عندكش منفذ بحر تصدري منه وبيستقبل سفن كبيرة وبيبقى عنده خدمات شحن وتفريغ على مستوى عالي يبقى ليس ليه قيمة صناعا لجنبه بالضبط احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح دي خطوة جيدة طبعا اما يجي رئيس مجلس الوزراء يقابل شخصية في حجم الشيخ السلطان دي حاجة جيدة دكتور أحمد درويش انا واحد من الناس اللي متفاعل مع دكتور أحمد درويش بيعمل في صمت بس بيعمل صحيح احنا متخفصين في هذا المجال وعارفين ايه اللي بيحصل انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على هذا التوضيح وتحليل لدكتور أحمد شامي الخبير الاقتصادي في النقل البحري ونعود الى اخبارنا مشاهدينا الحكومة الرصيد الاحتياطي من القمحي يكفي ستة اشهر والسكر حتى فبراير المقبل شدد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة لحركة الاسواق للتأكد من مدى توفر السلع الاساسية بالكميات والاسعار المناسبة جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وبحضور وزراء الزراعة وتجارة والصناعة والمالية وقطاع الاعمال والتموين والتجارة الداخلية اكد الحقيقة وزير التموين خلال الاجتماع ده ان كافة ارصيدة السلع الغذائية الاساسية امانة تماما وكافية لفترات مناسبة واشار كمان ان هو تم الاعلان عن طرح منقصة لتوريد ارز ابيض محلي وذلك في اطار خطة الدولة لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الاساسية تكفي لمدة ستة اشهر استرد الاجتماع ايضا تقرير مفصل عن الموقف الحي لارصيدة السلع الاساسية حيث اوضح ان رسيد السكر يكفي حتى نهاية فبراير القادم واشار التقرير الى وصول 155 الف طن سكر مؤخرا لمواني دوميات والدخيلة والسفاجة واكد التقرير ان رسيد القمح بيكفي لمدة ستة اشهر بعد ان وصل الى المواني مؤخرا ما يقرب من 860 الف طن قمح فيما يتعلق بالزيت وصل 120 الف طن زيت خام الى محطة زيوت الاسكندرية تضاف الى الرسيد الاستراتيجي للسلع وبالنسبة لموقف اللحوم اوضح التقرير ان التعاقدات الخاصة باللحوم التزاجة التي تمت خلال الفترة اللي فاتت بتكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترة طويلة اما رسيد اللحوم المجمدة يكفي لمدة خمسة اشهر والدواجن لمدة عشرة اشهر قادمة ده كان التقرير تعالوا بقى نروح لشاكر وبدء الخدمة تدريجيا لثلاث محطات كهربائية بحلول 2018 قال وزير الكهرباء محمد شاكر انه من المقرر اضافة 2400 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية بمحطة بنسويف في ديسمبر اللي جاي الشهر اللي جاي يعني ليصل اجمالي قدرات المشروع الى 4800 ميجاوات وفي ابريل 2018 اضاف الوزير ايضا الى انه هيتم قريبا بدء دخول محطات التلاثة بنسويف والبرولوس وكافر الشيخ الى الخدمة تدريجيا وربطها بالشبكة خلال السنوات الثلاثة اللي جاي وهيتم اضافة 4400 ميجاوات في ديسمبر اللي جاي و5600 ميجاوات في مايو 2017 و8800 ميجاوات في ديسمبر من العام المقبل على ان يتم استكمال اضافة القدرات الاجمالية المقدرة ب14400 ميجاوات وربطها بالشبكة طبعا بحلول مايو 2018 اكد عدم توقف التعاون المثمر بين شركة سيمانز الالمانية وقطاع الكهرباء عند هذا الحد حيث بدأت الشركة بتدريب 600 مهندس وفني مصري حاليا لتنمية القدرات وكفاءات المصرية حتى تكون قادرة على تشغيل وسيانة المحطات وخلق طبعا خبراء محليين في صناعة الطاقة خلال السنوات اللي جاية نروح للسياحة بقى غرفة السياحة اعلنت فتح باب توثيق عقود العمرة بين شركات مصر والسعودية يوم الثلاثة اللي جاي كشف شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات سياحة عن فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظراتها السعودية يوم الثلاثة اللي جاي وكان الكلام ده او قرار ده بعد الاجتماع العقده مع يحيى راشد وزير السياحة امبارح الخميس واكد انه لن يستطيع منع المواطنين من السفر لأداء طبعا مناسج العمرة خصوصا وان حق المواطن في السفر مكفول لي بموجب الدستور والقانون وضح كمان ان الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية عندها التزامات وعندها اعباء مالية كتيرة ما يجب البدء فورا في تنظيم رحلات العمرة علشان يحافظوا على العمالة لدى الشركات وعدم تسريحهم نتيجة الخسائر النجمة عن وقف النشاط فترة طويلة اشار سعيد ايضا الى انه تم الاتفاق مؤخرا على اعتماد ضوابة المنظمة لرحلات العمرة اعمالا للقواعد السابقة في السنوات اللي فاتت واضافة فتح مسافات التسكين بجميع انحاء مكة المكرمة على ان تكون الفنادق مصنفة لدهيئة السياحة السعودية شريط التوفير وسائل نقل للمعتمرين للحرم ده كان خبر مهم تعالوا بقى نروح لوزارة الصحة واستيراد الادوية طبعا كان فيه هاشتاج او رجعوا استيراد الادوية حاجة ليه علاقة باستيراد الادوية بس الصحة بتنفي حظر استيراد الادوية وبتقول ان ده امن قومي واكدت الحقيقة وزارة الصحة والسكان ان توفير الدواء امن تماما وهو قضية امن قومي ولا يستطيع احد وقف استيراد الدواء فيما استنكر بيان صادر عن الوزارة دعوات انتشرت على مواقع تواصل اجتماعي فيسبوك بتطالب برفع الحظر على استيراد الادوية وقالت ان من غير المعقول ابدا ان تكلف الحكومة احدى الشركات القومية باستيراد الادوية النقصة بالمستشفيات وعددها 126 صنف وتقوم على الجانب الاخر بحظر استيراد الادوية يعني الحاجتين عكس بعض ازاي اعتبروا كمان ان دي دعوات غير منطقية طبعا ازاي احنا عارفين هدفها اثارة الرأي العام طبعا لما نجي نتكلم في حاجة ليه علاقة بالتموين او بالصحة او بالحاجات الحساسة دي بتبقى الشائعات يعني خطر جدا اضاف بيان الوزارة كمان بان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعدوية وزراء الصحة والمالية والتجارة وقطاع الاعمال العام لشان تكون معنية بمتابعة تدعيات تحضير سعر الصرف وانعكساته على كل القطاعات وخصوصا قطاع الدواء وان اللجنة دي عقدت اجتماعها التاني مبارح وشددت على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لتوفير الادوية بالاسواق من غير اي اعباء مالية اضافية على المستهلك او على المريض ونروح للتعاون الدولي صحر نصر تعاون دولي تضع اولويات مشروعاتها للمحافظات الاكثر احتياجا دكتورة صحر نصر وزيرة التعاون الدولي قالت ان اهم اولويات الوزارة في تنفيذ مشروعاتها مع شركات الشركاء الدوليين هتكون محافظات الاكثر احتياجا بالصعيد وسينة عجلة التنمية والنمو الاقتصادي بتعتمد على قطاع ريادة الاعمال واضافة الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر قمة ريادة الاعمال ومستقبل مصر والمشروعات الصغيرة اللي اقيم بفرع جامعة بولين التقنية بالجونة اضافت ان الحكومة حريصة جدا على دعم المشروعات الصغيرة وان البرنامج الاقتصادي الاصلاحي الذي تنفذه الحكومة هدف الرئيس القيام بتنمية شاملة ومستدامة وعدلة لكل فئات المجتمع هتجني ثمار هذا النمو وان تكون في فرص كتير متساوية بين الشباب في الحصول على الوظاف تبعت صحر نصر لا نريد محافظات متأخرة في الخدمات ولا الفرص الاستثمارية تحرك نحو المحافظات الاكثر احتياجا لتنميتها ومسندتها في توفير الخدمات وعلى فكر المحافظات الاكثر احتياجا دي فيها كنوز كتير جدا لو فعلا اهتمينا زي ما دكتورة صحر نصر بتقول بالموضوع المشروعات الصغيرة هنجي ثمار سريعا جدا طيب نروح البقى للبنك المركزي وتصريح عن البنك المركزي وفرنا 2.5 مليار دولر لعمليات استرادية منذ تعويم الجنيه قدر البنك المركزي المصري اجمالي عمليات تمويل تجارة الخارجية عمليات استرادية خلال الفترة من تعويم الجنيه 3 نوفمبر اللي فات بنحو 2.5 مليار دولر لغاية 15 نوفمبر 2016 بتشمل قروض مؤقتة واعتمادات مستندية ومستندات تحصيل وايضا وفر بنك المركزي 414 مليون دولر للسلع الأساسية الغذائية والتموينية و201 مليون للألات معادات الانتاج وقطع الغيار و1.5 مليار دولر للسلع الواسيطة ومسترزمات الانتاج والخمات و97 مليون دولر للأدوية والأمصال والكيمويات الخاصة بها البنك المركزي المصري كان قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016 3 نوفمبر لفات تحرير تعويم سعر صرف إجري المصري وأن يتم التسعير وفقا لأليات العرض والطلب وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال أليات الانتربانك أو الانتربانك الدولاري طيب نروح بقى الآخر خبر معنا في فقرتنا الإخبارية الأعلى للجامعات لجنة عجلة لوضع حل فوري لأزمة الأدوية النقصة نقش المجلس الأعلى للجامعات توفير المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية وقرر الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل لجنة عجلة لوضع حل فوري لتوفير الأدوية النقصة عشان يتم عرضه على مجلس الوزراء لاحقا أكد الشيحي أيضا حرصه على استمرار النشاط الطلابي بالجامعات وطلب بفتح حوار مفتوح على مستوى الجامعات لوضع لائحة طلبية جديدة أشار أيضا لاستمرار الاتحادات القديمة في ممارسة عملها لحين الانتهاء من اللائحة الجديدة وكذلك الاستعدادات لانطلاق دوري الجامعات خلال أسبوعين إن شاء الله طلب الشيحي أيضا بتحديد موعد نهائي قبل مطلع يناير اللي جاي لمناقشة تعديلات بنود قانون تنظيم الجامعات لعرضها على المجتمع الجامعي للبت فيها على أن يتولى ذلك الدكتور عباس منصور رئيس اللجنة المشكلة لوضع قانون تنظيم الجامعات أكد الوزير أيضا ضرورة التنصيق المشترك مع الوزارة والوزارات الأخرى من أجل الاستفادة من كل فرص المتاحة لخدمة الطلاب سواء التي تقدمها الوزارات الأخرى منها فرص العاملة طبعا مقدمة من وزارة القوى العاملة وكذلك تشجيع الطلاب على الاستفادة من المنح الخارجية اللي بتقدمها الوزارة عبر موقعها على الإنترنت الجلسة دي كمان استعراضت ضوابة إنشاء مؤسسات التعليم العالي التكنولوجي الحكومية والخاصة والأهلية وذلك في ضوء خطة التوسع في التعليم التكنولوجي في الفترة اللي جاية ده كان آخر خبر معانا في هذه الفقرة مشاهدينا قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية الأولى هنشوف مع بعض دلوقتي تقرير حول بروتوكول تعاون بين صندوق تحيا مصر وصندوق مكافحة الإدمان اللي كان مبارح طبعا كان تم توقيع تعاون مشترك بين صندوق تحيا مصر وصندوق مكافحة الإدمان في وزارة التضامن وانطلق فيلم اسمه مكافحة للإدمان بطولة الفنانة سونسنبادر ومحمد عبد المغني في وزارة التضامن نشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية وقع اليوم بروتوكول تعاون بين صندوقي مكافحة وعلاج الإدمان وتحيا مصر لعلاج مرضى فيروسي نتيجة الإدمان كما انطلق أيضا فيلما روائيا عن الأثار السلبية لتعاطي المخدرات بحضور أبطاله وتحت رعاية الدكتورة غادا والي وزيرة التضامن الاجتماعي وبمشاركة حلم النمنام وزير الثقافة نحن في تعاون بين الوزارتين في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل التعاون مبتد ومستمع والحقيقة أن وزارة التضامن اختارت الطريق الصحيح بتركيزها على الدرامة لأننا بقود السمارة اللي نحن بنعمله في وزارة السمارة الشجول السماعية والمصرية في مصر يجب أن يعتمد عليها وهي الأكثر وصولة من الناس في أكثر من خمسين ألف طالب بياخدوا توعية في المدارس بمخاطر الإدمان دخلنا أيضا محتوى توعوي في المناهج بتاعت ابتدائي وإعدادي وسانوي عندنا شغل مهم جدا في المحور الإعلامي غير المرصد الإعلامي اللي بيحلل مشاهد الإدمان في مسلسلات رمضان وبيصدر قائمة بيضاء وقائمة سوداء بتادينا إحنا نعمل فيه إنتاج أفلام قصيرة علشان نوعي بيها الناس ونعرف الأمهات والزوجات والأبناء مخاطر الإدمان وعلى همش المؤتمر كرم النجوم المشاركين في الفيلم على مجهودهم لتوصيل الأفكار البناء الفكرة باختصار شديد جدا ما جاتش من فراغ أو جات بعدم ترتيب لا جات بترتيب مزمع إحنا كنا شغالين الفترة اللي فاتت في صندوق كافة وعلاج الإدمان على مجموعة من الحملات الإعلامية المناهضة للشائعات الخاصة والمنتشرة بين الشباب زي أن المخاطرات بيصعد على القدرة الإبداعية والمخاطرات بيصعد على التركيز ففكرة الشائعات دي اشتغلنا عليها في الكمبين في المرحلة الأولى والتانية في المرحلة الثالثة كان لازم علينا كلنا أن احنا نأكد على معلومة مهمة أن الإدمان مرض يمكن التعافي منه المجتمع المصري بجميع طواقفه داخله طاقة كامنة إيجابية محتاج مين يشاور على ده محتاج حد يلم الناس زي ما إحنا لمينا كده مجموعة الفنانين مع بعض إحنا كفريق عمل وعملنا مثلا الفيلم ده محتاج حد يلم الناس دي مطلوب من الفيلم ومغزى الفيلم كلنا مرينا بحلات شايفينها جران أهلنا حد من عيالنا حد من عيال الجران مفيش عيلة للأسف في مصر ما فيهاش فرض أصيب بهذا الداء الكارثي يعني أنا حبيت أني أنا أكون الحالة في الفيلم اللي حصل لها حالة الإدمان وفي نفس الوقت اللي أنا بقوله من خلال الفين هو توعية لكل شبابنا وفي نفس الوقت أنا سعيد أني أنا أعمل حاجة زي كده أخدم بها بلدي أخدم بها فني وإني أكون مفيد وهو ده المهم أني احنا كلنا نكون مفيدين الفترة اللي جاية دي في التخلص من قافة الإدمان الموضوع كان بالنسبالي هي فلاشات ضرب دايماً موريلي خسائر حياتي ودايما موريلي كره المجتمع ليه كمضمن وكره أهلي ليه بسبب إدماني وسلوكياتي الإدمانية اللي أقل حاجة أنتم شفتوها النهاردة من أحد السلوكيات الإدمانية السلوك اللي أنتم شفتوه النهاردة في فيلم 4 في 6 عشر قوافل ثقافية وعروض مصرحية للوقاية الشباب من المخدرات وإتاحة الخدمات العلاجية في المناطق العشوائية وتوفير البرامج التوعوية هي أهم ما خرج به المؤتمر من توصيات آية إيهاب صباح دريم موسيقى نتمنى طبعا أن تستمر المجهودات بين كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لمكافحة هذه الآفة آفة الإدمان في جمهورية مصر العربية وإن شاء الله ينجحوا في التخلص منها تماما قبل ما نروح لفقراتنا الرئيسية ومعاناة العاملين بالقطاع الخاص سنشوف مع بعض بالوقت التقرير عن احتفالية المتحف المصري بمناثلة مرور 114 عام على افتتاحه نشوف التقرير ونعود مرة أخرى مشاهدين أخليكم معنا موسيقى بمناسبة الاحتفال بمرور 114 عاما على افتتاح المتحف المصري حضر العديد من المسؤولين والمواطنين للمشاركة في رسالة أمن وأمان للعالم المصريون آثارهم تشهد عليهم في كل زمان وفي كل مكان هنا في بلدنا الحبيب شعب يعشق البناء شعب يعشق الجمال هنا دار الآثار المصرية المتحف المصري العظيم هذا المتحف الذي هو كتاب مفتوح من المجد المصري الفرعوني القديم المبادرة اللي عملتها وزارة الآثار مبادرة الحقيقة مشكورة إن دي من ضمن الجهود عشان ترجع السياحة إن هو يفتح زي ما معالي الوزير بيقول إن المتحف يتفتح يومين في الأسبوع ليلا دي رسالة وأنا شايفة إن دي رسالة أنا من هنا بحب إن أنا أوجهها للعالم كله إن إحنا نبقى وقفين النهاردة في ميدان التحرير الميدان اللي شاهد صورتين وقفين فيه بالليل دي رسالة بجد للعالم كله بنقول للناس يعني فيه إيه أكتر من كده تعالوا وتفرجوا وشوفوا الأمن والأمان اللي موجود في مصر تداول الثقافات عبر الفن هو أداة أثرت حفلة الافتتاح بما تمتلكه مصر من حضارة مختلفة وعريقة التكاتف بصفة عامة للحفاظ على تراثة في مصر يمكن الحمد لله ملحوظة عن أي مكان آخر مصر بتحترم تراثة أو نقدر نقول عليها متمسكة بأنها تحافظ على تراثة طبعا الحفلة يعني بتعبر عن انفتاح الثقافة المصرية الأثار المصرية موجودة في هذا المتحف اللي بنحتفل على 114 سنة على إنشاؤه وطبعا بنوصل رسالة إن إحنا دولة من الدول اللي بتحافظ على الأثار بتاعتها دورة بتوفر الأمن والأمان الثقافة بتاعت مصر ثقافة قديمة بتمتد لعصور عديدة كافة المجالات الثقافية بتجتمع علشان تعمل وعي ونشر للثقافة والسياحة والأثار ربنا يقدرنا ونحرك عشان السياحة ترجع بإذن الله وهي رسالة العالم حين شفت ورده كم سفير موجود كم مستشار ثقافي شفت الإعلام الأجنبي العالم كله كان موجود النهاردة كل ده حين البكرة جريده إن التحرير أمان مصر أمان بالليل أمان في احتفالات ودي الرسالة اللي احنا لازم كلنا نوصلها دي أحسن دعاية ممكن نعملها النهاردة أنا ما جبتش سيرة أي حاجة لكن هم السفرة والمستشارين شافوا بعنيهم ألاف القطع الأثرية التي جعلت مصر في صادرة دول العالم من حيث كمية الأثر والأقدم من حيث التاريخ سبعة آلاف عام ظلت فيها مصر آمنة برغم محاولات الغدر صارة شلبي صباح دريم اشتركوا في القناة في دخول سمعت إنها بتاخد حاجاتي يعني دخول ضعيفة جدا إتالي مدون ألفين جنيه أو ألف وتنمائة جنيه ما يعرفش يعيش في الفترة العالية ما كافوش إتالي خمستاشر يوم في الشهر يعني لو في مكانية إن الواحد ما بيجي يشتغل بتقاله مرتبك مثلا تسهي بأتونمائة أو ألف جنيه إنه يرفض ويبقى رأي عام إن أنا مثلا أقل حد أدنى بألفين جنيه مثلا إزاي ألف ومتين؟ ألف ومتين إزاي؟ والأسعار بكام؟ الأسعار إيه؟ ما فيش حد بيجي بألف ومتين جنيه يعني أنا الكلام ده غير واقعي وغير منطقي أصلا ما أعتقدش إن في حد بيجي بألف ومتين جنيه يعني الأسعار زي ما أنت شايفة التضخم زي ما أنت شايفة ارتفاع أسعار السكن والدواء وكل حاجة زادت ما أعتقدش ما فيش حد بيجي بألف ومتين جنيه بيستلف من ده ومن ده ومن ده ومش قادر يعيش هم عايشين كمان؟ أنا ما ظنش خالص عايشين يا إما بقى بيسرق أو بيجيب من تحت الترابيزة أو من حتة تانية دول اللي يموتوا أحسن اللي بم 1200 يموت أحسن عايبولوا يا كل الفول بكامل عايقوا الفول كل الفول بكامل ترعبطاش عايقيني كل الفول أنا باخد 2000 مش 1200 ما بيقضونيش وأنا فرض بطولي طب هجيب إيه هاكل إيه واجيب منين واجيب علاج منين وادفع منين طب منين هايكفيني منين الـ 2000 جنيه والله ما بيعملوا حاجة والله يا بنت ما بيعملوا حاجة الله يكون فعونهم اللي 1200 ده أبو 1200 ده الله يكون فعونه وإذن لو كان معاه عايل ولا اتنين كمان الله يكون فعونه كاية المرتب 1200 جنيه ديت مش مفروض يكونش هي القاعدة القاعدة يعني المفروض الواحد بيشتغل أكتر من مجال يحسن دخله أنا ما عدش على 1200 جنيه ليه؟ كل دول العالم كده الدولة هيش مسؤولة عن توظف كل الناس اللي في البلد والمرتب 1200 ده يعتبر بيز قاعدة أنا أشتغل بعدها حيقضوا زي يعني إيه الالف جنيه الالف جنيه النهاردة ما سويش عشر جنيه في التمانيات يعني كنا نتشغل الأول بـ 12 جنيه وبـ 16 جنيه وكانت العملية مرتهة عن كده الأول كان يقولك الجنيه اللي جاي قد اللي رايح تمام؟ دلوقتي الجنيه اللي جاي محتاج نص جنيه فوقية عشان يكفي اللي رايح محنش أدريش بـ 1200 يعني معلش اللي جارة الأقل حاجة نهاردة شقة قانون جديد بـ 600 جنيه هتتفعي كم مياه هتتفعي كم كهربا تمام؟ هتاكله وتشربه بإيه؟ الحلول إنك إنت عايز تديني 1200 عايشني بهم خدهم وعايشني مش عايز فلوس عايشني أنا أولادي بهم أنا مش عايز فلوس إنت عشان ترفع الأسعار الدين مرتب يكفي الأسعار موسيقى موسيقى الكلام اللي إحنا شفناه ده للناس اللي مرتبها ألف ومتين جنيه لألفين جنيه واللي إحنا سمعناه من كل المواطنين في التقرير غاية في الخطورة الناس دي مش بتشتغل كمان في الحكومة دول يعني بيشتغلوا المفروض يعني في القطاع الخاص والمرتب المفروض بيبدأ من ألفين جنيه أو من ألف ومتين جنيه مش بيكفيهم لأنه هو بيفضل ألف ومتين جنيه المشكلة مش في المرتب بس المشكلة في الأسعار لو الأسعار فعلاً لها يعني موزونة مع المرتبات محدش حيشتكي عموماً هل إحنا عندنا حلول سريعة للكلام ده هل العمل الإضافي طب هو فين العمل الإضافي طب هل هو مناسب للناس كلها ولا مش مناسب الوزرات المختلفة تقدر أن هي توفر هذا العمل الإضافي لأنه مش أي حد يقدر أنه هو يعمل مشروع لنفسه أو حتى يشتغل مع حد أو اتنين تلاتة يلموا من بعض ويعملوا مشروع طب الناس اللي بتشتغل بالفعل وبيحصل معهم ممارسات زي فصلة عصوفي مثلاً أو يعني بعض التلاعب في الأجور في أماكن مكاتب خاصة أو أماكن خاصة أو محلات أو أياً كان الناس دي مين بيحميهم؟ الناس تتعامل معهم إزاي؟ ده اللي هننقشوا بمنتهى الصراحة وأكيد مع حضراتكم ومع ضيوفنا اللي منورينا في الستوديو برحب بيهم أستاذ مجدي البدوي أمين العمال بحزب مستقبل وطن أهلاً بيك يا فندم أهلاً بيك برحب أيضاً بالأستاذ محمد وهبالله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أهلاً بحضرتك أهلاً بك فندم وبرحب الأستاذ شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعملين بالقطاع الخاص أهلاً بيك أستاذ مجدي أستاذ مجدي في البداية كده أحب أسمع من حلقة تعليق على اللي شفنا من شوية في التقرير بالتأكيد هو في أزمة في المرتبات خاصة للعملين في القطاع الخاص إحنا خلال السنوات اللي فاتت قدرنا نعمل حد أدنى للأجور في اللي عاملين في الدولة وقطاع الأعمال العامة لكن فشلنا في إن إحنا نعمل حد أدنى للأجور في القطاع الخاص لأن رجال الأعمال في الوقت ده رفضوا التفاوض وحطوا شروط مكحفة كثيراً في إن إحنا نقدر نعمل حد أدنى للأجور فكانت النتيجة دلوقتي إن فيه ناس كتير بتسرخ إن هي مرتباتها مسالة ضعيفة آه فيه في القطاع الخاص ناس بتاخد 3000 جنيه في الشر و 4000 جنيه بس في المقابل أيضاً فيه ناس أخرين كتار ما زال بياخد 700 جنيه و 800 جنيه و 900 جنيه و 1000 جنيه ومشكلتهم كمان الأساسية إن هم مشغالين في مناطق صناعية محدوفة يعني بيضطر إن هو يسكن ساكن إضافي أو يركب مواصلات بمبالغ أكيد كبيرة عشان يرجع بيته كله مش كل الأماكن بتوفر باسات للنقل وبالتالي أصبح هذا العامل النهاردة في ورطة لإن هو لا يستطيع إن هو يجفي بالقليل من احتياجات بيته يعني حتى الأكل والشور بيعمل تمام وهو ده اللي لازم نقف معاه خلال الفترة اللي جاي تمام إحنا مش ضد الإصلاح الاقتصادي لكن إحنا في النهاية إحنا عايزين نسند دول اللي هم أقل فئة بتاخد مرتبات واللي هم بجد دلوقتي أصبح الحملة قيل عليهم تمام طيب بس يا تنقب في بقى على الجانب الآخر ناس بتقولك لا ده العامل المصري بيكسل مش عايز يشتغل رأيك إيه في الموضوع ده لا خلينا نتفق الأول إن العامل المصري ما بيكسلت إلا في الحكومة أو في قطاع الأعمال العامل لكن في القطاع الخاص ما بيكسلش ما بيكسلش لا لأنه هو القطاع الخاص بيشغله وعارف إنه هو ممكن لو عمل حاجة بيتبي جازة مش عايز إيه في علاقات عمل طبعا إن في يعني الناس بتبتتقاطل على العمل في الحكومة مع إن المرتب قليل قوي من مرتب قوي 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 لا فأدي حضرتك لأ أنا بقول إنه بتكسل في الحكومة وقطاع الأعمال العامل عشان عارف إنه حقه ممود حدش أيض ولذلك إحنا بنقول زي ما بقول أستاذ مجدي في الفترة الجاية لابد إن إحنا ننظر إلى الحد الأدنى للأجر بشكل كويس في جميع قطاعات الدولة يعني أنت النهاردة حضرتك إنت عملت الحكومة ألف ومتين جنيه باقي قطاعات الدولة ما فيهاش حد أدنى للأجر بأي شكل من الأشكال لأن إحنا عندنا مجلس قومي للأجور كان يجب عليه من منشأ من ألفين وثلاثة بقى له أكتر من 13 سنة لم ينعقد إلا مرة واحدة ولم يحدد أحد الأدنى للأجر إن يعيش إن يكفل له حتى نوع من الكرامة في في حياته فإحنا لابد إن إحنا نفكر بشكل كويس في موحلة الجاية أن يكون هناك هناك حد أدنى عادل للأجر يتفق حتى مع المعايير الدولية ده بالنسبة للقطاع الخاص لكله طيب إلا أعشان أنا بس النهاردة بتكلم على القطاع الخاص القطاع الخاص ما عندهوش لغاية دلوقتي زي ما قال للسوز مجدي بس يعني ضمنيا بيبدأوا من ألف ومتين وألف وخمسين ما بيقولوش بيقولوا بس ده بيحصل لأن معظم الناس دلوقتي يشغلوا في شركات وقطاع الخاص وشوفناهم بشوي بالزرطة بالزرطة لكن ما فيش حد أدنى هم ما أحددوا ما أعلنوش بس ألف ومتيني النهاردة بس بالأي مكان ما تكفيش ما تكفيش لأخوات حتى الشباب اللي شوفناهم أكيد كمان يعني مثلا بيشتغلوا في أماكن أو شركات أو حتى محل يقولك من ألف لألف ومتين جنيه لما بتشوف إعلان من ألف لألف ومتين جنيه مش هيروح لأن فيه ضمونات كثيرة هنتكلم فيها بعد شوية مش موجودة لدى القطاع الخاص فالواحد بيحس إنه لو راح القطاع الخاص واشتغل ثلاثة أربعة أشهر خمس أشهر ومشي هيروح حتى تانية ففيه ضمونات فلابد أن تكون هناك ضمونات وأعتقد أن القانون العمل الجديد المزمع يعرضوا على مجلس النوم في الفترة القادمة فيه ضمونات كويسة جدا جدا هتشجع شبابنا وتشجع كل الناس اللي هتشغل في القطاع الخاص بشكل كويس أتكلم برضو علشان سادة المشاهدين اللي هيشتركوا معنا عن القطاع الخاص مش القطاع الحكومي اللي برضو المرتبات فيه بتعتبر قليلة يعني حتى الشباب الخارجين اللي بيلاقوا شغل بيبقى المرتبات قليلة طب أستاذ الشعبان أنا عايزة أعرف بقى إحنا العمالة في القطاع الخاص تقريباً بتمثل كم في المية من العمالة في مصر 18 مليون بواقع حوالي من 95% 18 مليون 18 مليون من إجمالي 28 مليون و 500 طيب السنوات اللي فاتت كم واحد في القطاع الخاص فقد وظيفهم؟ إحنا سنة 2013 الدكتورة نهد العشري كانت مسكة الوزراء أو آخر 2013 كده كتعاملها لجنة اسمها لجنة العمالة المفصلية اللجنة دي كان فيها بالزبط تحديداً 15341 عامل اللي هما كانوا مفصلين فاصلة عسوفي ما بتكلمش على 400 ألف قضية بتتدور في المحكمة أنا بقول اللي قدرت تعمله أحصائية داخل مكاتب العمل بتاع الوزراء المنتشر على مستوى الجمهورية أنا عقدت حوالي من 10 جلسات تقريباً أو أكثر من كده وفي الآخر لا شيء طيب لا الموضوع لسه بيكون طبعاً يتحط في المحاكم وده يشتكي وده يعمل المترجة لا مش محاكم دي لجنا ممثلين من رجال أعمال وممثلين من العمال اللي هما القضاة العمالية وقعدوا مع بعض الجهات كل واحد يروح لهم يقولوا روح أقدم شكوى إرفع قضية أعمل اللي عندك ده دول معهم أحكام يرجعهم ومراجعوش ليه؟ ماينفعش ماينفعش رجال أعمال يرجعوا عامل نفصلوهم هما أقوى من الدولة لا ده ما ده غير منطقي لا يا أحد الحاجات حداك اللي بتقوري تأورخ العمال إن أنا قد أروح للمحكمة محكمة تحكمني بالعودة صاحب العمل يقولوا لا لأن القانون عشان كده بيقول له موحي المحكمة أيوة بس القانون بيتديله وتعويض فيقول لك خد التعويض يمشي بيد عنك ودي أعتقد أن هنحلها في القانون العمل الجديد طيب أستاذ مجدي أنا عندي دلوقتي يعني مفروض مبادرات وعندي حاجات كتير جدا أعتقد حضرتك يعني عندك مبادرة اسمها هنسند معاكم أه الحزب أه الحزب يعني إحنا دلوقتي الشغالين في مبادرة اسمها هنسند عليه هنسند معاكم هنسند معاكم ده تكافل ولا يعني حالك بتاعتبر نوع من قوة التكافل الاجتماعي وإحنا طبعا طلبينه جدا نعم طيب دي مبادرة رائعة جدا هل إحنا عندنا خطة في الحزب مثلا خلينا نتكلم على حزب مستقبل الوطن هل عندنا خطة في الحزب مثلا اللي خلق فرص عمل غير تقليدية شوية للناس اللي ممكن يعني كل الناس يقول لك إيه أنا عايز عمل إضافي هو أنا لقيته وقلت لأ لأ أصلا العمل إضافي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية صعب لأن انت عندك النهاردة بطلع 10% هتقدر توفر إزاي فرص عمل إضافية لناس شغلة أصلا وانت عندك هذا الكم ما هو مش لازم فرصة العمل الإضافية دي تكون في مكتب الكم هي صعبة فرصة العمل الإضافية صعبة لكن إحنا بندعوه إلى تحسين أوضاع العامل دلوقتي أنا المفروض طبقا لكل قوانين العالم أنا أشتغل مرة واحدة في اليوم يعني أشتغل 8 ساعات عشان أقدر لما روح أرتاح وأقدر أروح شغل تاني يوم أشتغل بنفس الإيجادة طب أنا دلوقتي في وضع استثنائي كلام سليم أنا في وضع الاستثنائي دلوقتي إن أنا دوري كدولة أو دوري كحزب أو دور المجتمع المدني كله إن هو يدعو رجال الأعمال إن هم يزودوا أو يرفعوا نسبة مرتبات العامل اللي هي خاصة المرتبات الضعيفة عشان خاطر في النهاية هذا الشخص يقدر يتعايش الأليات تنفيذ الأليات اللي هي إيه إحنا دلوقتي عاملين بنعمل عاملين تواصل مع رجال الأعمال وبتواصل مع التحاد الصناعات عشان خاطر المبادرة في النهاية بعد ما نجيبه إحنا بنستهدف ألف مصنع تقريباً اللي هم يعلنوا إن هم مع المبادرة حوالي ألف مصنع إحنا في النهاية أول ما نوصل لعدد معقول من الشركات والمصانع اللي هيوفق على المبادرة بتاعتنا اللي هيصار في علاوة السنية هنعلن ده وهنعلن أسماء الشركات اللي هم هيقدروا ينفذوا المبادرة دي إن شاء الله طيب أسازن حضراتكم معنا على الهاتف أم يحيا من القاهرة ألو أم يحيا معنا طيب الخط قطع حاولي تكلمينها مرة تانية سيادة النائب فيه رأي بيقول إن يعني الأزمات الاقتصادية في بعض الدول هي التي قد تخلق بعض الفرص غير التقليدية أو المبتكرة في العمل حضرتك شايف ده إزاي وحضرتك كنائب ممكن تساعد في تنفيذ ده إزاي مصحة ديك تعني اتفق إن إحنا عندنا غابة من القوانين بتخلينا بتقيد كل ده لو إحنا قدرنا في المرحلة اللي جاية إن إحنا نفكر القوانين دي ونعملها حسب اقتصاد السوق وحسب الرؤية اللي موجودة في المجتمع هتفحلك حاجات كتير مثال إنت النهاردة زي ما كنت عادتك بتكلمي من ديئتين تلاتة بتكلمي عن إن العمالة أو الشباب بيعذف عن العمل بقطع الخاص ليه؟ لأن هناك ليس أمان ليه؟ لأن الرجل هو داخل الشركة أو المصنع استمارة ستة واستمارة واحد لو إنت عملت حاجة هتمشي بكرة الصبر إن شاء الله يكون بديله بقى كام إن شاء الله زي ما أعيز ودي هتتحل برضو كل الحاجات اللي بقولها هتتحل نمرة اتنين لو هشتغل بألف جنيئة أو ألفين جنيئة بيتأمن على نص المبلغ ليه؟ لأن صاحب العمل فعلا بالتأكيد بيدفع حوالي 40% من التأمنات فطبعا هيدفع تأمنات ليه أو كده نمرة ثلاثة التأخيد إن أنا أقول له إيه ستة شهر واعمل فاصل يومين واعينك بعد ستة شهر عشان لما متعجبنيش تمشي إيبا أنت ملكش استفد إن كنت تستمر في العمل تلات يقول لك أروح الحكومة بقى أخد آآ يعني آآ يعني مبلغ قليل جدا بس آآ بس عندي استخرار آآ أرباح الحتة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية دلوقتي إن كنت بتروح للمحكمة لو حصلت مشكلة بينك ومن صاحب العمل المحكمة بتحكملك بترجع لصاحب العمل فدي مشكلة خلت المناخ التشغيلي في مصر غير آمن ولذلك إحنا في الفترة اللي جاية قوانين العمل أو بياء التشريعية للعمل إحنا هننقيها كويس أوي بنعمل قانون جديد للعمل آآ بدل من قانون 12 اللي بقى له 13-14 سنة ده الشغال هيعمل نوع من آآ التشجيع للشباب إن هما يشتغلوا في القطاع الخاص بشكل كويس تمام يعني حالك شايف إن المشكلة دلوقتي هي مشكلة القطاع الخاص هي مشكلة قانونية قانونية ليه؟ الناس إن الناس لما بتكلم حضرتك بتقول إيه؟ قانون العمل بتروح على العامل قانون العمل مش عامل بس قانون العمل ده بيحكم علاقات العمل بين صاحب العمل وبين العامل وهو قانون اقتصادي اجتماعي سياسي بكل المعاني وبيتعمل مش يالله بينا نعمل قانون لا بيتعمل طبقا لمعايير العمل الدولية والتفقات منظمة العمل العربية وما إلى ذلك وبيتحط في أطر أهمة هل تتخيل حضرتك أننا عندنا تتكلم على الحد الأدنى وتتكلم على الأجور وكلام ده كله عندنا مجلس قومي للأجور موجود في قانون العمل القديم ما نعقدش خلال 13 سنة غير مرتين وما عملش حاجة لقال حد أدنى ولقال تحسين ولقال زي مبارسة المجد علاوات الإسلامية ولا حتى فكر أن هو يعيد منظومة الأجور في مصر عشان نشتغل ما أنا عشان نشتغل ديني أجر احغاليني إضافة ديني أجر فالنهاردة لما نيجي نقول هذا الكلام يبقى إحنا لدينا بيئة تشريعية مطلوب تطويرها في المرحلة الجاية لتشجيل الشباب للعمل في اقتراض طيب أستاذ شعبان لما يجي بقى أتكلم الكلام ده كله قدام الشباب المفروض لسه خارج فأقوله تعالى في شركة هتعين ابتداء من 1200 ولا 1300 جنيه فيه يتبسط بقى في الأول طب ما يجي اسمع بقى كل الكلام ده وقولك لا مش هشتغل أنا روح أشتغل ب500 جنيه في أية حتة في الحكومة مش مشكلة بس بقى ضمي الإقبال بقى سايق حضرتك شايف إن المشكلة برضو مشكلة خاصية ولا فيه مشكلة بقى في أصحاب العمل نفسهم أنا عندي مشكلة في أصحاب العمل بس قبل ما استرسي في الكلام فيها محتاي بس أنا عندي تحفوظات على المبادرة اللي عملها مستقبل الوطن مش تحفوظات عن المبادرة هي المبادرة من جهة فردية مفيش مشكلة يعني الناس مشكورة عمل حي بس إزاي يعني أنا إزاي دور بخول دي إن حزب بحجم مستقبل الوطن وعنده حوالي سبعة وخمسين نائف في البرلمان بيعمل مبادرة هتكلمين أنت عندك اثنين مليون وخمسمائة ألف منشأة في القطاع الخاص بس هتكلمين فيه دي جزئي الجزئية التانية تم أنت ليه بدل من ده من عند الاتحاد الاتحاد اللي عمنا نقابات عم المصر عنده أربع أعضاء في الميزة القومي للأبو لازم ياخد خطوة ويطلب من وزير التخطيط نعقاد عاجل أكامل بس حضرتها لأنه عندي جزئية تانية برد مستقبل الوطن ليه السبعة وخمسين مرشح بتاعهم ما يعملوش طلب إحاطة سبعة وخمسين عدو سبعة وخمسين عدو بتاعهم ما يعملوش طلب إحاطة أو استجواب لوزير التخطيط تعالى نشوف إيه الفرق بين الأجور وبين الدخل دي جزئي جزئية التالدة أنا كان نقابة أنا عملت دول أنا رفعت قضية وتفوض هيئة المفوضين بمجلس الدولة في إقرار حد قدنا الأجور والغد دلوقتي مفيش حاجة طب أسمع راد قبل ما نروح بس لأصحاب العامل أسمع راد أستاذ مجدي توضع؟ طيب أنا على فكرة عضو في المجلس القوم الأجور وإحنا رفعنا كثير من المذكرات للسيد الوزير التخطيط على اعتبار أنه هو رئيس المجلس القوم الأجور وإنه هو المنط به الدعوة لعقد اجتماعي وعلى فكرة إحنا سبق وأعدنا مع الوزير التخطيط يمكن كان في عهد رئيس الوزراء اللي كان قبل إبراهيم محلم دا يوم 17-11-2013 وكنا قاعدين في التحدي الصناعات لا لا دا غيره بالجلسة دي اللي احنا قاعدة فيها ولحد النهار دا لحد قدنا الأجور 400 جنيه اللي بكله قانون كان في جلسة تشاورية قاعدنا عشان خاطر نعمل تحديد في وزارة التخطيط صد محضرنا عملنا جلسة تشاورية مع ممثل العمال عشان نقدر نعمل حد أدنى للأجور ومن ساعتها لم ندعى لأي عقد جلسة وإحنا في التحدي العمال بعادنا جوابات لوزير التخطيط عشان نعمل جلسة تانية لكننا للأسف الوزير لم يستجيب حاجة تانية بس انا عايز اقول لست الشعبان ليه تحفظ على المبادرة بتاعة مستقبل الوطن احنا في مستقبل الوطن احنا بنعمل دا من وزع وطني وضميرية انتجاه يا مبادرة مشكورة بس انت عندك ادوات يا استاذ ميدي استاذن حضر احنا معنا بس استاذن حضراتكم احمد من المنوفية نسمعه ونرجع مرة تانية احمد اه صباح الخير صباح النور تفضل يا فنه حضرتك احنا في منطقة صناعية في مدينة السادات نبع محافظة المنوفية اه مقول لحضرتك احنا في منطقة صناعية ايو يا فنه وطي التلفزيون استاذ احمد لو سمحت حضرتك احنا قانون العمل ما بيحميش حد عندنا خالص صحيح تمام احنا بنشتعل من الساعة 8 السوق حد الساعة 4 من بعد الساعة 4 للساعة 12 ان المنوفية بيضوب 1800 و 1800 جنيه يعني من 8 السوق حد الساعة 12 بالليل 1800 و 1800 جنيه يعني 17 ساعة عامل وبعد كده مدين المصنع بيقول حضرتك بالنص كده بيقول مش عاجبه ادربه بالشلوت هتلوه برا المصنع بيتكلم معاكم بطريقة زي من ساعة صناعية من الساعة ذات فان اقل عن سبعين وثمانين مصنع قانون العمل بادي يحميش احد واروح لمخدم العمل عدي مش اقوى بتقول قال لي حضرت اربعة حضرت ست شهور ما بيعملش حاجة وحلالا قامش بتشورده انا حضرت اعملي فيهم اخل انهم العيش ازاي يعني هما بيشتغلوا وحضرتك مع حضرتك المعنفين المعادرين بك ده كلام بسه وبعد الحالة ما بتخلص مش اي حاجة بتحصل وانا ما بيجيش اي مشكلة بتحال ده حقيق مع كامل احترام الاسد لا كلام الوقت بس على التلفزيون مع الكلام ما يخلص احنا ولا بنانا خاجة ولا في مشكلة بتحال ولا في حالة بالتحال وبالنصر كده المدير بيقول لنا اني مش عاد بالشغل اتفضل ايه شيء انا اعطروا بيشتغلوت برا المصنع انا اعطروا بيشتغلوت برا المصنع انا اعطروا عيشة كريمة اشتغل من الساعة 8 للساعة 4 وروع مية المرتبة بتاعة فيه انا ما بيش كده انا من الساعة 8 للساعة 4 هديك الف وربعمية هو هو نفس العمل اللي بيشتغل من 8 الاربعة هو اللي بيشتغل من 4 ال 12 مش كده؟ هو بيعملوا عمل اضافي تاني بقى للساعة 4 يعني فيه 200 جنيه زيادة على الالف وسبعمية لا 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 على الالف وربعمية على الالف وربعمية تابوا لحد الساعة 4 حضرتك انت بتشتغل وردية واحدة ولا بتشتغل ورديتين المصنع وردية واحدة طيب من الساعة 4 لحد الساعة 12 عشال بيشتغل مية جنزة يا دولو وكفز ليش هو بيطبق على حضرتك قانون العمل اللي بيقول الساعة بساعتين والكلام ده كله من خلال الاجر ولا ما بيعملتوا كده؟ ساعة ونص اعيم انا بكلبك لو عجبك يمشوا لو مش عجبك يمشوا يعني انتوا اعتردتوا وقالوكوا لو مش عجبك يمشوا ما هو ده بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه شكرا يا احمد لا انا بقى اخطى بالاستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة ان يراجع منطقة صناعية للا ده سبعين تمانين مصنع عندهم نفس المشكلة هما مسؤولين عن تطبيق قانون العمل واعتقد مديرات القوى العمل مفاتشين ينزيلوا يشوفوا الكلام ده ما فيش مشكلة فيه وبعدين يعني صاحب المصنع يقولك اللي مش عاجب وامشي واللي مش عاجب ومش عارف يتفضل البرة لا بد ان تكون هناك ضمانة للعمل بيرجع يتدايق بعد كده بيقولك المصنع وقف وما فيش عمال لازم يتكلمك في ارض واقع دلوقت لازم يتطلوه مش انا قلت لحضرك ان بيئة البيئة التشريعية للقوانين لابد ان تعدل بشكل كويس لوضع ضمانة للعمل في القطاع القاص بالاضافة ان احنا بنوجد توازن بين صاحب العمل والعمل دي جزئية الجزئة التانية عايز بس ارد على السلس المجدي ورد على السلس الشعمان في موضوع مجلس القاوم الأجور انا بقول ان مجلس القاوم الأجور فاشل لكن انا بطلب الاخ العزيز الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القاوم الأجور بسرعة عاقد اجتماع عاجل للمجلس القاوم الأجور نشوف الحاجات دي عشان ايه كله هيتكلم في حد الادنى لأجر كله هيتكلم في الحدود الدين لكل حالة غلاء الاسعار كل الحاجات دي لان من ضمن مسئوليات المجلس القاوم الأجور ان يراجع الاسعار ان يراجع الاجر حسب الاسعار فحرة بنطلب من الدكتور اشرف العربي سرعة عقد تماع عاجل. طبعا. آآ للمجلس القابل. بس انا مش عاوز. طيب معانا آآ استأذن فهم علش معانا محمد من القاهرة. صباح كيف? صباح النور يا محمد اتفضل. او احريك بسي انا عني يعني تعقيد بسيط جدا اني ياريت الديوك في تليمه عن التطبيق. تطبيق ايه? التطبيق في وطي التلفزيون يا سيز محمد بعد اذنك? عامل. تفضل. تفضل. النص القانوني اصلا اريد في صف العامل. لكن المشكلة تطبيق في القطاع الخاص. بمعنى ان القطاع الخاص في اه محاباة اكتر من آآ يعني الضغط على مش القانون. مستوى القانوني اريد في صف العامل. هي قصة قصة المحاباة. هنا بقى دور الرقابة. هل الرقابة من مكتب العمل بالتمنى باستمرار? ولا لا. بس. اشكد لحرير كثير. شكرا يا استاذ محمد. طيب دلوقتي هو استاذ محمد شايف ان اه مفيش تطبيق. يعني القانون موجود بس مفيش تطبيق. دي برضو احد. وراجل قال الحل ان مفيش رقابة من وزارة القوى العاملة. طالبنا. لوزير القوى العاملة. اه يطابق القانون من خلال مجريات القوى العاملة اللي موجودة في هزي العماكن. طيب نسمع رائي عبدالفتاح من الاليوبية. علو. علو. اي يا فاند الفضل. زي ساتك. الحمد لله. طبعا انا تعيد جدا بالنخبة اللي اعلم عاصياتك. شكرا يا فاند. اتفضل. لا انا طبعا كنت رئيس لجمال القوى العاملة في شركة قطاع من القطاع العمال شركة ادوية. اي. احنا عندنا الشركات بتاعة قطاع الدواء. قولها شركة شركات شركات انتاجية. اللي فيها دلوقتي العيب اللي فيها سوء ادارة. سوء ادارة. ام. سوء ادارة. سوء ادارة. وعن طبعا انا طبعا قطاع الدواء ينهض عن كده شوية حسن فيه. طبعا في بعض خطوط انتاج محليل في شركة النصر القوى الدوائية. بس اللي ساتك الناب كان بيتكلم عنه معنا دلوقتي. ام. تمام. كامل يا استاذ عبدالفتاح. احنا دلوقتي عايزين قطاع الدواء ينهض شوية. وطبعا القيادات بتاعته تكون على مستوى من المسئولية. على سبيل انه طبعا في قانون العمل ان ما يرقص شركة الدواء الا صيدالي. طبعا بيجيب مهندس يرقص شركة. محاسب يرقص شركة. وطبعا ده حاجات كده مش مش في قانون العمل يعني. طيب. وطبعا استاذ محمد وهب الله عارف الكلام ده. انا من شركة الناب في الكمونة الدولة يا ابو زعب. اهلا استاذ عمام افتاح ازاي. اهلا بيك افن. ارد علينا. طيب. شكرا استاذ عمام افتاح تفضل. ربما انا باتفق معك عمام افتاح بالفعل ان اقطاع اقطاع الدواء من القطاعات المهمة جدا جدا. واللي يجب ان تأخذ دورها لتوفير العلاج للمرضى في المرحلة القادمة. ويجب ان يعاد النظر بالفعل في القيادات الموجودة. لان افتاح القيادات الموجودة. اللي موجودة في قطاع الدواء. القطاع الدواء هيقفل. فانا بأرجم السيد وزير قطاع الاعمال العام. والسيد رجل الشركة القبضة للأدوية. ان يعيد النظر في بعض القيادات. طيب انا انا عايزة عندي بس تعليق. يعني القيادات اللي موجودة دلوقتي مش مؤهلين. لا لا مش مؤهلين. ويجب ان يعاد النظر فيهم. يعني بدأ اي خطوة. يعيد نظر فيهم يا ناجعهم على حدوء ما. طب حضراتكم كمجلس نواب سكتين عليهم ليه. لا احنا بنتكلم دلوقتي مش كلام مجلس نواب دلوقتي. احنا بنتكلم على. احنا بنتكلم دلوقتي على الكلام قاله الراجل. وانا بعيده لسبب. تمام. حضرتك كمجلس نواب اكيد عارفين ده. مش بتسكتن لهم برضو ليه. اولا حضرتك. انا مش بكلمك عدو ده مجلس نواب ده قطي. بكلمك ان احد كيادات قطاع الد دول. فانا فهمت قصة كلها بتاع قطاع الدول اللي بتكلم فيها مع ابن فتاح. اه. لان الفترة اللي فاتت فعلا انحضر قطاع الدول بشكل غير مسبوك. زي ما بيقول في شركة الناصر. هناك فلاتر مش شغالة بقالها تلاتة اربعة شهر. والعشان دي المحليل وانا مش لقين محليل في مصر. اه. فالنهاردة كلها قيادات النهاردة. العمال عايزين يشتغلوا. لكن القيادات ليست على المستوى الذي يؤال الهداء. اه. 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 اه إن ده برضو إن فيه فشل في قطاع الدواء وإن فيه مشاكل وإن القيادات مش مؤهلة حضراتكم لم تعلنوا هذا أبدا يعني حضرتك لسه دلوقتي بتتكلم كمواطن أسوك اللي بتتكلم دلوقتي وإننا جئين في السكة في الموضوع ده يعني حدي يعني ممكن بالصدفة حدي بيكلمني وأنا جاء أنا كنت بقى قبل قبل البرنامج كنت بأتكلم عن مصر الشعبان وستاذ مجد على إن مفادي المصر الموضوع مش بسيط كده يعني إن إحنا نقشو كده خلاص أقول لك حضرتك إيه بعد تعويم الجنيه وبعد الدنيا بانت لأن كل واحد كان قافل على نفسه فالنهار ده كل واحد بيدور إزاي يدير المنشاقة بتاعته والمنظومة بتاعته فإحنا شايفين إن لابد أن يعاد النظر في القيادات ومش قطاع الدواء بس كثيرا من القطاعات ليه قلب يا حضرتك إحنا لدينا أكتر من 150 شركة أو أكتر في قطاع الأعمال العام تستطيع أن تجد توازن في المجتمع بشكل كويس لو لإن قيادات كويسة لو إعادت هيكلة القطاع الأعمال بشكل كويس وده اللي احنا بنطالب بيه مفهاش قيادات كويسة للشركات دي ولا هي مزيدة؟ فيه قطاعات كتير مفهاش قيادات كويسة ما فيش خالص أنا مش بقول كله عشان بس أنا مش على إطلاق أنا أقول بعض بعض القيادات ما تنفعش تستمر في قطاع الأعمال العام بالشكل اللي هي تشتغل فيه تمام لأن النهاردة أنت عندك أكبر شركات موجودة في مصر في قطاع الأعمال العام عند حديد السل عندك الألمونيوم عندك الغزل والنسيق عندك الصراعات الإغذائية عندك الصراعات الإستهلاكية عندك الدواء كمية كبيرة مسؤولة عنها الدولة كل هذه القطاعات فيها قيادات مش مؤهلة فيها فيها بعض القطاعات مش كل أنا مش بقول كل بس فيها اللي ده أولا لو فردين ثلاثة من القيادات وانا فاهم أصلا يعني قيادات يا فن وانا كمواطن فاهم يعني ايه قيادة ولا أنا قاعد في مكتبي وخلاص ده اللي خلع مع فتاح الراجل اللي بيتكلم من أليوبية رئيس اللجنة النقابية اللي كبيرة دات مش مؤهلة ففاهم الراجل وانت وانت فاهم معه والشارع عارف القيادات النهاردة فيش واحد النهاردة لا أنا قصدي يعني قيادة يعني مسؤولية يعني في محاسبة يعني أنا بحسب الناس والناس بيتحسبني يعني فيه تقرير بيتقدم كل مش عارف إيه في حاجات كتيرة قوي واضح إن احنا فقدين معناها في قصة إن أنا أبقى ريس وأقاعد وخلاص إحنا طرحنا لما الرجل مية اربعة وعشرين شركة قطاعها ما العام سبعين في المية منهم بيشتغلوا الطاقة انتاجية من عشرين لاربعين في المية ده معنى إيه معنى إن الشركات دي تخسر خسارة فادحة لأن مرتبات العاملين فيها يبقى فيه مشكلة في المدارة مرتبات العاملين فيها يبقى فيه مشكلة في المدارة محمود اتفضل ايوة اتفضل يا بسيس ايوة قول حضرتك دلوقتي هل تبقى فيه مشكلة العاملين في القطاع الخاص قبل كل شيء لازم تدور على الفساد اللي موجود في القطاع الخاص مع التأمينات أول العامل خدتبال حضرتك يعني بيبقى بيشتغل مجبور عشان أكل عيشه بيضطر إن هو خدتبالك إن هم يدولوا أجر ضعيف في التأمينات وبعد كده قميه يطلب معاش يلاقي أجره ضعيف أو معاشه ضعيف فدي ضمار للبناء آدم وبعد كده فيجب بتوع التأمينات بيروحوا للشركات خدتبال حضرتك فللوقتي بيقعدوا مرضفين بتوع التأمينات مع أصحاب الشركات خدتبالك وباخدوا شاوي خدتبالك وبيصربوا عاملين مش بتأمن عليهم وبعد كده بعد ما يمشوا بتوع التأمينات يرجعهم تاني مصيبة يعني مصيبة أرجو من نظهر على تزالي لمبقوطة التأمينات مع أصحاب كده قد عقاس بس وشكرا شكرا أستاذ محمود طيب أستاذ شعبين كنا بس توقفنا عند موضوع أصحاب العمل حضرتك شايف المشاكل اللي موجودة عند أصحاب العمل ما لهم وعليهم إيه؟ رئيسي مقابيoras ما لهم ومعرفة أولا معنا محتاجين أن صاحب العمل يكون عنده ثقافة العمل زي ما بطلب العم Perhaps يكون عنده ثقافة العمل ساحب العمل يكون عنده ثقافة أن العامل هو شريك معاك مموم مع شريك في المال وإني أنا مشرك في العمل انتا جيت مجيشت يعني اليه اليوم أولا لما أمسك أولا أنا عندي 18 مليون عمل في أقطاع الخاصة ثقافة العمل اللي هي ايه فنمن هو يشترك في العمل فقط يعني يبقى ازاي عنده ثقافة عمل ازاي انشر ثقافة عمل في المجتمع عنده مشاكل في ادارة وفي قيادات وفي قوانين زي بسي تلا بيهوي بعد رجال الاعمال اللي عامل بالنسبة له قيمة مضافة مش اكتر من كده العامل ده بياخد مرتبه عشان انا استخدمه زي ما نعاوز وانسي القانون خالص في الجزيئة دي ده في زهن رجل الاعمال ولذلك انا النهاردة لما رئيس الجمهورية نفسه يطلق لقرار تسعة وتسعين ده اللي بكتلم فيه مرصد المجد بقى بالنسبة للمبادرة تسعة وتسعين نساة 2015 ويذكر فيه نصا القانون 12 ساة 2003 وما يطبقش علاوة علاوة خاصة هي اسمها علاوة غلاء المعيشة اللي بتحد من الفجوة ما بين الاسعار واجور النهاردة مجلس النواب عنده تحفز على الكلام مجلس النواب نفسه مجلس النواب نفسه تمام وافق على الكلام ده المفروض ده يقارب لا ما انا قاري الاخر فاضل عشان بس من ايه طيب حسب ظروف كل منشأة اه من حملتش الشيء اكتر من ايو حسب ظروف كل منشأة هو بيقولك النهاردة حسب يعني انا انا بقولك ليه ما تنفزش انا المفروض يتنافز انا مش انا معا لابد نتنفز وطالما طلع القانون لابد نتنفز بس هون في الاخر يقولك ايه حسب ظروف كل منشأة وده زي ما انا بقولك وانا عندي الاتنين مليون وخمسمائة منشأة كلهم اللي بيزلوا تمنتاشر مليون كلهم ظروفه مش كويسة طب حضرتك يا سيد مجدي اكمل بس الوزيتي حضرتك ليه الحزب بتاع حضرتك ما بدلش بمبادرة ان احنا نعمل منشور زي ده ونعمل الاجتماع ما بينهم ومعصلين لأعمال ورهالاعمال فوزات كل عامل والاجرأة ونعيد اعادة الاتفاقية الجماعية ل..ال...العلوة الخاصة لازم الاستاذ الشعبان يبعا عارف ان القانون ينص على علاوة الدك و weak ث BLSP فقط بالنسبة للقطاع الخاص اما العلاوة الاخرى ال الاجتماعية دي بتتمي باتفاق وليست بقانون ده قانون رئيس جمهورية. قرار نزيله رئيس الجمهورية. يا فاند ما كمل. اللي وقف في الموضوع وزير المالية وزير كل عام. يا فاند يا استاذ شعبان طب نسمع عشان بس السادة المشاهدين يفهم وحقوقهم ايه لو سمحت. اتفضل يا استاذ مكدي. نسمع بس استاذ مكدي وحنعلق يا استاذ شعبان. ما ينفس على كتاع الامان العام. والكتاع الحكومة وما ينفس على كتاع الخاص. طيب اتفضل يا استاذ مكدي. لو كلام اللي بيقوله. لو الكلام اللي بيقوله استاذ شعبان صحيح. كان المفروض القانون نص على العلاوة وانتهى الامر. لكن هو عمل العلاوة الاجتماعية هيعلاق علاوة تفاوضية. عشان كده انا كمان بقوله ان عضاءنا اللي في مجلس النواب لا يستطيعوا اكبار ان هما يقولوا لا لازم تصرف علاوة. طيب استاذنا حضراتكم ماليش عشان بس معنا تليفون. بس لازم تبقى عارف ان العلاوة في معنا تليفون باتفاق. حارك ايوة يا فندم. اتفضل صباح النور اتفضل. ايوة يا فندم. اه ايوة معك واتي التلفزيون. ايوة يا فندم. معلش واتي التلفزيون. في مشكلة كبيرة يا فندم في القطاع الخاص بالنسبة بالنسبة للبعض الشركات يا فندم. اه بتخلي العمال تمضي على استقالة مقدمة. اه. استمارة استمارة ستة. اه. اه. اتكالة مقدمة لبعض الشركات الخاصة. فدي مشكلة كبيرة فندم. اه. يعني في ناس في ناس اه تعليمها على عددها وكتاع في بعض الشركات. في اه بيمضوا على الورقة ده مش عكسينو ما بيمضوا على ايه. فبيضطر. لو حتى لو عارف اه محتاج للشغل فبيضطر يمضي يعني. ممكن اه ويبقى عارف ويمضي. اه. اه تمام. على اتكالة مقدمة لبعض من بعض الشركات. هو فيه شركة طيبة وشركة سياحة كتير. اه. 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 في مشكلة كبيرة موجودة في بعض الشركات كتير. كتير يعني. طيب. شكرا يا وسامة. سيدة الناب. هل تقول ان دي هتتحلف في القانون الجديد. اه. في نص جديد بيقول ان هيعتبروها استقالة. ولا ولا يجوز يعني ان لابد ان يمضى عليها العامل او وكيله. وما يعني يعتد بغير ذلك. طمام. يعني دي دي افتحل. طيب ناخد احمد من الشرقية. لو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا احمد. طبعا الفل في التفل عليكم. سبح الفل. اهلا بيك. تفضل. دلوقتي احنا شغالين في القطاع الفاص. اه. وطي التلفزيون يا احمد بعد اذنك. اه. احنا شغالين في القطاع الفاص طبعا. اه. وشغالين عند اه ناس طبعا اصحاب مجموعة. اه. اصحاب مجموعة شركات. تمام. بيفسن من المصنع ده. يدخن من المصنع ده عشان ما يزودش تاميناتي. كل سنة بيفسن من مصنع يدخن في مصنع. بيجي يتبص للتامينات بتاعتنا تلاقيها سبتة خالف زي ما هي. وبهلنا عشرين سنة وخمسة عشرين سنة وسبعتاشر سنة. وكلنا بالطريقة دية. بروح التامينات التامينات بتيجي تاخد هداية وبتمشي على كده. هذه مشكلتنا برضو بالنسبة للكتالك. اه. تمام. تمام. والمرتبات اجوركو قد ايه يا فند? لا احنا مرتباتنا خدت بالك فيه مرتب ثابت غير بقى الصغل ثاني اضافي. المرتب الثابت كام في المصنع ده في الشركات دي? المرتب الثابت بالنسبة مسلا بالعمال ما بيزدش عن الف ومتين. اهو ده الف ومتين. وحدة اقصى قد ايه? لا في حضرة ايه بدلات تانية بقى خدت حضرتك دي في بدلات تانية دي استغل بعد عدد السعب بتاعته. اه في حاجات بعد الساعة. طيب هو الف ومتين جنيه يعني. يعني بيبدأ من الف ومتين جنيه. طيب شكرا يا احمد. اه. اه. حضرتك اللي احنا قلناه. اه. 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 انا قلت اللي اربع حاجات الاول. دي اللي هتلايا مشاكل. البل اه بتاع ده السمارة ستة. التأمينات الاجتماعية. التأخيد الفصل. والفصل التعاصل. بس. والعلاوة الاجتماعية بس خلينا نتفق. خلينا نتفق ان العلاوة الاجتماعية دي الناس بتاخدها من سبعة وتمانية. خلاص. تمام. في عشرة خمستاشر عشر حسب الظروف. احنا الفتسانة اللي فاتت بس او اللي قبلها. اللي ما تعملش التفقية عمل جماعية. لان اصحاب الاعمال بتقول انا هتدكر من كده. فما حصلش الاجتماعات في الاخوال عامة. وقدم. وقدم. نمرة واحد. نمرة اتنين. حضرتك بتتكلم من شوية بتقول انا رئيس وزير المالية وقف فيها. لا علاقة لوزير المالية او رئيس الوزراء. في الموضوع. ثانية واحدة. ثانية واحدة بس. اللي حتى تنفيذية بتعطي رأيس. بناء على ايه? بناء على الشركات الاجتماعيين اللي هما بيعمل اللقاء اجتماع وبيتفاوضة حول العلاوة الاجتماعية. البيتطاو من. طب كم. طب كم. طب كم. طيب نس نس مع بعض يا ستاة شابان طيب نركب. ناخد بس عامر من الاليوبية الاول نعم. يا عامر. ننزل الاليوبية. عامر. صباح النور. الله الموضوع اللي انتم فاتحينه فيه نخبة ممتازة بتتكلم عن العمال والعمل. وعلى رأسهم القيمة والقامة السيد محمد وحب الله. هو بعت تلات اربع آآ دبابيس كده لوزير قطاع التخطيط ووزير القوى العاملة ووزير قطاع العمال العام. برنامج ده بتشوفوا ناس كتير في جمهورية ناصر العربية. فياريت انا واثق تمام الثقة. مه. اللي الحلقة دي حلقة نارية علشان اله الكلام اللي قاله السيد محمد وحب الله اكيد المجلس القوم الوجور هي آآ هيجتمع. آآ. ان هو رجل آآ يعني عضو ناب شعب ومحترم. اكيد وزير قطاع العمال العام. هيسمع اللي الحلقة دي. وهيعيد تفكيره في رسالة في رسالة الشركات اللي هما ما بيقبدوش اللي عمل على هاتم الوجور. اكيد آآ وزير قطاع العاملة. الناس اللي قالوا قبل مني في آآ بين السادات او حاجة زي كده منطقة طناعية. اكيد هيقوم بزيارة. من سيد محمد وحب الله. آآ بسم الله ما شاء الله. رجل قوي ورجل بيحب العمل سهلا للعمال. تمام. يعني كزا مشكلة آآ بصفة رجل رئيسنا قابعة عامة عمال التجارة. بيتدخل ويحلها. فاحنا بنشكره وبنشكرك ان كنت جبتيه لانه فعلا هو هو. شكرا لك. شكرا لك يا عامر. طيب معانا عبدالله من المنوفية. ايوة. اتفضلك. انا راجل بشتغل بالفاس وتعبان بها اللي تمام تشهر. وبكشفه عند حصوات على الكلة. ام. وراحت اتلاجأت للشؤون. عملولي اه. 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 عشان اراح اقضب. اللجنة مدتنيش. ام. وراحت كشفت في مشتشفة منوف العام. خاصة فطر الحالة اللي عندي. وراحت لهم الشؤون الاجتماعية كنا زال كرار ان اه ان الناس اللي عمدها اطفاع في المدارس. تقبط. والناس الغلابة اللي على عد حالهم تقبط. وراحت لهم لهم بارح اتحيل عليهم يا اسجدنا انا راجل مريض وعندي اه اه خشونة في البلاية. وراجل عندي ارام في في العصب. وعندي كذا وعندي كذا قاعد يغذروا معايا ويتحقوا عليه. وبقول لهم غتوني اعمل ايه. انا راجل باشترك بالفاس محجدش انا الفاس. اه. هلقول للم ميبان اي حاجة يا عم عبدالله حاجولك البيت. وطول ما ده انا جنك وماشي حافة على رضاية احي. مرضوش ولا 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 مش نفس. دي جميل مية باي اي حاجة. انا لقيت في البيت بهالي تام انتشفة. بطرف كل يوم. خليك معي يا عم عبدالله ديها واحدة. ديها واحدة. طبعا احنا ممكن لزادس دي تكافل وتضعم. شوف اه اه بص عمنا. دلوقتي القانون او الدستور بيكفل للناس. الزراعيين او الفلاحين ان هو يعالجهم ويعمل لهم تأمنات. محدش عباره. محدش عباره. طيب. 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 ممكن سيب لي بس ان امريتك كنت كنت روم. ولا اتواصل بس ادى زمالينا النواب اللي التالون. خليك معي ما تيفاش ناخد رقم لو سمات اخده. لان انا هو بيقول لك راح وقعد يتريع وعليه محدش عبار. طيب. معانا مين? معانا اه معانا اه اسامة القاهرة. هلو? هلو? ايه اسامة تفضل. صباح الخير يا فندي. صباح النور تفضل يا فندي. تحياتي لحضرتك والديو في الكرام. اهلا بيك. تفضل. اه انا سيادتك كنت شغال اه كنت ميسور الحال جدا وكنت موظف في شركة خاصة. وآخر سبع سنين كنت شغال في شركة ليموزين تابعة السياحة. هم. فحصل لي مشاكل في عناية. فطلعت معاش عجز كامل. هم. ففجأت ان صاحب شركة الليموزين كان مأمن علي بمية ستة وتمانين جنيه. حال دلقاء. فالسؤال يعني حضرتك دلوقتي الشرق ازاي التأمينات تقبل ان مرتب واحد شغال بمية ستة وتمانين جنيه. دي حاجة. سنينة ما عملت معاش اه عملت معاش مبكر اللي هو عجز كل في عناية. ما عربش اشتغل اي حاجة دلوقتي خالص. ومرتب والمعاش بعد الزيادة دلوقتي بقبض سبعمية واربعين جنيه. فا يعني شوفو لي حل يعني ازاي عيلة. اه طبعا مراتي ما ما بتشتغلش. اه اللي هي اولاد في مدارس مراحل مختلفة. ازاي عيلة تعيش بسبعمية واربعين جنيه. خليك معايا موضوع ده حاضر. حاضر خليك معايا. هنالك في الموضوع عام مش هنتكلم في موضوع خاص. هنقدر نساعده بس عشان اه انا ممكن نشيء مساعد يسيب لنا برضو نبريته وهنتفق معاها. ممكن نعمله. طيب علشان فيه. اه عشان نراجع 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 تاعت المعاش. طب هناخد بس ابراهيم من منوفية وهعلق حالا على الكلام بتاعك يا استاذ ازام. اه. اه. هنفيها مشكلة. بس المعاش قلي. ابراهيم. طب ايهاب من القاهرة. ايوا. ايهاب معنا. ايوا يا فندي معنا. اتفضل يا استاذ ايهاب. الو. ايوا. اتفضل ووتي تلفزيون بعد ايزنك. انا موتي والله على الاخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا استاذ ايهاب. لو طمعتي انا كنت شغلت فندق خمس نجوم في سنة اه اتنين واتنين. لحنة عالفين واتناشرة. اعملولي فصل تعصفي. كطبت ابتداء واستئناس. بعودة للعمل وصفر المستحقات. ايه فندي. انتوا كل ما روحك للقوة العامة كلها احناديا اه للقضاء فاهمل ناش دعوه بيها. ام. فبعد كده روحت عشان اصدق مستحقاتي عملولي مشاكل وبتاعه ايه لا لازم تعمل تبتير حكم. بتاع المهم ما عملت تبتير حكم. اصرفت المدة لما بين سبعة الفين واثناشر لحاج. خمسة الفين واربعة عشر. اه. مدت الفين واربعة عشر. اصرفت البداية والتقناف. وبعد كده ما صرفتش حاجة ثانية. رفعت قضية تعويض وطالب. بطرف بيتي المستحقات لحد تاريخ الفصل التعصف يوم ما عملتهم العرض. سبعة عشر ثمانية. اشتار اللي فات. وقالوا لا مش عاوزينك وعملت لهم محضر ورفعت قضية بالتاريخ انه عمل الفصل التعصف سبعة عشر ثمانية الفين وستاشر. والنتيجة? مستحقاتي من بعد. مم. خمسة من شهر ستة الفين واربعة عشر لحد تاريخ الفصل التعصف الرسمي. سبعتاشر ثمانية عشر وستاشر وترفض. مم. فرفعت قضية تعويض. فبعد اذنكم يعني ان كان القطاع الخاص هيشتغل لازم القوانين يستعدل. انا في خلال الفترة. ما اسيات النائب كان بيتكلم دلوقتي على قصة التعديل القوانين دي. شكرا يا ايه. انا دلوقتي. مم. انا دلوقتي من سبعة الفين واتناشر لحد النهاردة مش شغلتش باي مكان. مش عارف اشتغل. كنت كل مروح مكان اشتغل فيه ايه. انت شغل فين البطاقة فيها. اسم المنشأة بسياحة اللي انا اشغال فيها. طب تبتأى ليه في مشاكل لها مع السلامة. يعني لو حتى اشتغل. طب بس بس يا استاذ ايهاب. استاذ ايهاب. الاستاذ شعبان ممكن يوفر لك فرصة عمل. انا 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 اتكلم في حاجة تانية فالس بعد اذنك. عشان القطاع الخاص يشتغل لازم في خلال ست شهور خمس شهور او طبع شهور كتير البني ادم يلاقي فرصة الشغل تانية. يكون يكون انهى كامل مستحقاتهم على الشركة الاولانية. مفيش مكان في الدنيا بيقعد عشان اخد مستحقاتي خمس ثانين وست ثانين وسبعة ثانين. انا الحد النهاردة انا دلوقتي وصلت الثلاثة وخمسين سنة. اشتغل فيه. عندي مستحقته حكم قضائي ولا مستحقته. انا معي حكم قضائي. حكم قضائي. هو مش عارف اللي احنا كنا بنتكلم منه. لازم يرفع جنحة مباشرة بالتنفيز. نفذ العودة للعمل. اه. لازم يرفع جنحة مباشرة بالتنفيز عشان يحكم على صاحب العمل بثلاث شروط سنة. قوانين دي قصة والمساعدة الحالة والحالة. البني ادم لا يرجع شغله ويصرف مستحقاته كاملة. لا يروح يروح يدور على شغلانة تانية بكارير جديد. حضرتك ممكن تيجي النقابة نقابة العملين بالقطاع الخاص. استاذ شعبان هيستقبلك. والله العظيم ثلاثة روحت وروحت الدور السادس للشراء الجلاء. لأ لا. روحت سبعة واربعين شارع يا رمسيس. سبعة واربعين شارع يا رمسيس. هو راح هي هو راح اتحدي العمات. ايوا ايوا اللي جام بمستشفى هيئة اللي فوق. اللي فوق ان leanة بنك العمات. لا لا انت باتتكلم ليه. مش دي ها نبك37 انا قبل عمل. على متعل الخاص سبعة واربعين شارع يا رمسيس الدور التالت. امنت? ونحاول ان Action يوم الحد الساعة خمسة يوم الحد الساعة خمسة يا أستاذ يهاب وانتبع مع حضرتك بعد إذن هتقابل الأستاذ شعبان هنا تمام؟ مع أنا محسن من القاهرة أيوة أيوة يا أستاذ محسن تفضل أنا صاحب عمل عندي مصنع يعني تفضل برضه أنا طبعا مع حترامي كل الكلام اللي بيتقال حضرتكم بتدوروا على مصلحة العامل بات فيه مصلحة صاحب العمل مش كل العمال كويسة ومش كل العمال ملتزمة فيه عمال بيبقى كل هدفها بس إنها تاخد فلول ما تشتغلش إيه اللي يقامل صاحب العمل أقل واحد بيكنس بياخد خمسين جنيه في اليوم إيه بتاعتين إضافي بيعملهم في شغل ما فيش شغل لازم يعملهم عشان يزود راتبه يجي تقولي له أنا عايز أعمل لك تأمينات عالية يقول لك لا أنا التأمينات تبقى ضعيفة علشان ما تفعش بالأربعتاشر في المية بتاعتي إن بقى اللي يقامل صاحب العمل لو هو ممداش على استمرارة 6 مثلا في الأول بيجي يشتغل أسبوعين ثلاثة لغاية لما تعملوا بتأمينات بعد كده يمشي طيب سيادة النائب بس محمد وهبالة عنده تعقيب على كلامك أنا في البداية قلت إن لابد أن يكون هناك توازن ما بين العامل وصاحب العمل والقانون ده مش عمل بس مش للعامل بس ولكن لصاحب العمل ونحن متعاطفين جدا مع أصحاب رجال الأعمال في موضوع التأمينات وده اللي بنحاول نعمله دلوقتي إن كنت بتدفع 40% برضو ده بيخليك في بعض الأحيان كل ما كان مرتب العامل أكبر كل ما أنت دفعت تأمينات أكتر مش العامل بس اللي بيطلب ولذلك احنا بنحاول نعملها مع قانون الجديد للتأمينات الاجتماعية بشكل كويس عشان نشجع رجال الأعمال إنه هو لما حد يتأمن عنده يتأمن عنده بالنفس الرقم عشان لما يطلع المعاشي العامل يلاقي معاشه لكن احنا بنقول إنه لابد أن يكون هناك توازن ما بين صاحب العمل وبين العامل لأن الاثنين بوطاقة واحدة لو ما لو ما اشتغل نشكو شركاء مش هنقدر نعمل حاجة يكون فعلا زكا مسألة النهاردة ان العامل احنا النهاردة بنقول إياه عايزين للعامل كذا وكذا وكذا لأن فيه خلل في علاقات العمل الموجودة صاحب العمل القانون بيدي له أحقها في حاجات كتير يفصل العالم يفصل العامل بيخليه المضي على استمرارة 6 احنا بنعالج بنطلب معالجة خلل موجود مش بنطلب ميزة جديدة لا الهدف من القانون الجديد أو من أهم هدف القانون الجديد إنه هو يعالج الخلل الموجود دي وقت عارفة يا صاحبك دي موضوع الفصل التاع السوفي أو المحكمة في القانون الجديد هتنشأ محاكم عمالية لسرعة الفصل ويجب إلزام صاحب العمل بالحكم ده كلام جديد طيب معنا على هاتف الأستاذ عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب أستاذ عاطف صباح الخير صباح النور أهلا بحضرتك يا فندم طيب إحنا بنتكلم النهاردة عن العمل الخاص ومشاكل يعني مشاكل أصحاب العمل ومشاكل العمال بالقطاع الخاص حضرتك يعني تعقيب حضرتك على هذا الموضوع إزاي خصوصا إن يعني معظم المكالمات اللي جات لنا بتتكلم على إن قوانين عمل خاص ما بتحميش العامل نهائيا تعليقك كيفا؟ أنا طبعا بصبح على أخويا محمد ديوه بله أخيها سعاد وطبعا هم قامت يعني العمل في مصر فأنا كنت برضو بكلمه في موضوع خاص بإن أنا تقدمت بمشروع قانون حضرتك يمنع العمل فوق سن الستين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام في البنوك وحتى يعني على أساس ندي فرصة للشباب للشباب وعلى أساس النعف ده قانون عدالة اجتماعية وهم كانوا اتفقوا يعني إنهم يعمموا المادة ستاشر في القانون خدمة مدينية وبعدين الموضوع وقف عندهم وأنا بس كنت عايز أعرف ليه يعني القانون ما شافش النور أما بالنسبة لكطاع الخاص فطبعا ده حضرتك مهما تأملي مع الكطاع الخاص يعني المرابة ضعيفة جدا من الجهاز الكوة العاملة وبيعملوا ألعاب حضرتك على تطبيق القانون ويعني يروح يأمنوا على عشرة من مية ويعني فيه ألعاب كتيرة عندنا كمان هنا في المناطق الصناعية أنا بروح أرأي بالكلام ده وما تعرفيش تمسكي إذا كانش المستثم الكطاع الخاص عنده ضمير وبيعمل الناداء مصري زيه ومحتاج ولازم يكون يعني المجتمع تكفلي ما قالش وهو برضو بيبقى محتاجه يا أستاذ عاطف مش كده يعني هو صاحب العمل برضو بيبقى محتاج للعامل القوانين موجودة لكن مهما تعملي معاهم هم بيروحوا يعملوا يأمن على شوية ويأخر شوية ويفصل ده ويجيب ده وبيعمل عندهم ناس متخصصة في التلاعب مع بتاع الكوة العاملة وبتاع الكوة العاملة ما نكرش عليكي الناس هم بيشتروا ولا أدى بيقدروا لكنهم برضو موظفين حكومة وما فيش برضو يعني مرأبة بالدرجة على المصانع وعلى الشركات وبرضو ما زالت مرتبات التمنمو الجنيه موجودة عندنا في المصانع تتمنهم الجنيه تعملي العامل فبقولي سيادتك يعني لازم احنا المستثمرين والقطاع الخاص ان هم يراعوا ربنا في الناس اللي شغال عندهم وبتمنى محمد بيو عبد الله بس يفسر بي يعني القانون ليه ما اطلعش للنور العمل فقسين الستين شكرا يا أستاذ عاطف معالي النائب سبع الخير معالي النائب أستاذ عاطف طب أفصل هو أتصل عشان يسأل حضرتك هو سؤال دايا هو احنا اتفانم أستاذ عاطف من الناس فعلا الناس كويسين جدا المهتمين بقضايا العمل والعمال في مصر واكلم علي الناس اللي بعد سن الستين المستشارين لانهم كتير جدا وبياخدوا مبلقة جدا وفعلا عرضناك الموضوع لجنة كل عاملة في مادة ستاشة في قانون الخدمة المدنية قلنا نعممه على لأنه لا يجوز إن بناء إلا بناء على رئيس وزراء وكلام دا كله لكن اوعدك أستاذ عاطف في احنا الموضوع دا هننعشوا بعد يوم 27 ونخلصوا مع بعض إن شاء الله لما نتعب دي جزئية الجزئية بالنسبة القوانين اللي انت تتكلم عليها القطاع الخاص القانون هيجي مجلس النواب تعالنا تكتف كلنا ونعمل توازن جيد يحمل عامل وصاحب العامل بشكل كويس معنا أحمد من بني سويف هلو هلو أيوا تفضل يا سيد أحمد طبعا الخير معاك يا أحمد عبدين رئيس اللجنة النقابية المحاجر بني سويف أهلا بك يا فن بتفضل أنا بشكرك وبحييك على ادمامة الجريدات شكرك يا فن وبشكر معليك وبشكر أستاذة الضيوف وبشكر أستاذ محمد وأبالله القياضي النقابي الناجح على المستوى التحاد عامل قباط مصر أنا فرحت وفرحنا كلنا كعمال إن وزير القوة العاملة من الاتحاد العامل النقابة ومحمد وأبالله ورئيس القوة العاملة ورئيس فجمة القوة العاملة في مجلس النوار من أعضاء الاتحاد العامل قباط عمال مصر فعايدين التشريع قانون العمل الجديد المعدل ليه ما يفضل بش لنقوله حد دلوقت ليه القانون الأجين فيه عوار أصحاب المصالح والأعمال والمستثمرين يتغلوه ضد العامل فيه الفصل تعد سوفي فيه الصمرة تلك اللي حضرتك تكلمت عنها فيه عوار كتير في القانون هذه ليه سبب عذا فصل محمد سبب التأثير في صدور القانون الجديد قانون 12 قانون العمل المعدل ليه الحاجة الأولى الحاجة التانية القانون الخدمة المدنية صدر بموافة مجلس النوار وتم الموافع عليه من السيد رئيس الدمرية رئيس عبد الفتاح التيسي تكلم بقول ليه العلاوة 7% بقى قانون خدمة المدنية قانون 12 والقطاع الخاص هنفضل على نفس 7% ولا فيه تشريع جديد ولا فيه حاجة تانية جديدة من لجنة القوة العاملة ومزيد القوة العاملة بخصوص العمل من القطاع الخاص بمثل أهمية كبرى لعمر مصر الخاص ما تنسوهش قانون 12 يا محمد بيه يا أمانك انت وصلتوا للمجلس النواب والاتحاد في الوقت تجل العمل السياسي والنقادي عايزين المارضة تمثالوا النقابيين وتمثالوا العمال وعايزين حاجات لصالح العمال يا محمد ديه وطالة يا محمد عبدين رئيس لازمة النقابية المحاجر بنسوية عارف طبعا حددك أحمد بيه طبعا حددت معيليك شخصيا طبعا عندي شرف كبير يا أحمد بيه والله بص يا أحمد بيه شغلك وتعبك ومجهودك ربنا يخليك أحمد بيه شكلك لجنة في وزارة القوى العاملة من الشركات الاجتماعيين حكومة ورجال الأعمال والاتحاد العاملة والنقابات عمال مصر وتعامل قانون جديد هيغطي كل الصغرات دي والآن في مجلس الوزراء هيحل بعد كده مجلس الدولة ثم هيحل النواب وما تقلقش إحنا كقيادات نقابية في لجنة القوى العاملة هنعمل التوازن الجيد وهننقضي على كل الصغرات اللي كانت في قانون 12 سيء السمع طيب معينا عمراجب من الأقصر أحضريني معك يا سيدة معا إزايك عمراجب تفضل والله تحياتي ليكي وتحياتي رضيفك وبشكر فريق الأعداد بصراحة أنتم جايبين بطور دور لله الحمد ربنا يخليكم لبعصر شكرا وهم بسلموا عليك عمراجب إزايك الله يباني فيك يا سيدة معا والنبي السياجة في حقيقة عادي أقولك عليها المصالح الحكومية كلها أنا أدل لو حاباتي تطلع تصريح دفن من المستشفى وسأل العضاء اللي جنبك حيقولك لازم بالواقص لو ما يبتش لو ما يبتش لو ما يبتش ما تريد بيش تطلع واحد متوفي من المستشفى تأتي تروح المصالح الحكومية والكهرباء المرور الضرائم التأمينات التربة والتعليم مصرح التومين الزراعة والسجيل المدني والصحة تقضي مصلحة لا يمكن تقضيها لا يمكن إلا المجال اشتاحت التربة لا لا طبعا يعني هو عامتا يعني بيحصل حاجات من هذا القبيل اللي بيقولها عمراج شكرا يا عمراج بصباحك زي الفل بناخد مرح من اسكندرية أيها السلام عليكم عليكم السلام يا مرح اتفضلي ازايت يا أستاذ عامل ايه الحمد لله يا حبيبتي اتفضلي أولا أنا كنت هكلم على موضوع تاني بس مضطرة أرد على أم رجب هو غلطان جدا أنا مأمور درائب خلي بالك يا أستاذة طب فضلي اريدكم كويس انك عتردي مؤاملة كويسة جدا 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 ومنعن بات تم موضوع اللي تحت الترابيزة في الدرائب ده خالص 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 يا أستاذة طب كويس والله احنا تخبرك بالله انا معرفة مصالح ايه لكن احنا في الدرائب الموضوع ده نهي ما بيحصل والناس بنخدمها بعنينها تمام جاء والحاجة تمام يا أستاذة ثاني حاجة أنا كنت اتصلت قبل كده أكتر من مرة عشان ما عايز أعرف مراكز التكافل وكرامة السكندرية علشان واحدة معرفة حالتها زي الزك أنا بتبرع لها كل شهر بربع رجبي واتصلت بيكو أكتر من مرة الحقيقة مساعدتنيش خارج حاضر يا موارح وكل ما بتحول الكنترول بيقول لي نشوفيه من عن نت وأنا لو قادر أشوفه من عن نت بقى لي شهر متواصل لا يا جماعة لو سمحته طب نتصل بحد ونديه الرقم بلاشنه ولا هنشوف مع نت خليكي بس معي ما رح معلش حقيقة حاضر سيد ألو سيد أنا أسفا حول تكلمنا ثانية معلش معانا هناء من الأليوبية أيها ألو تفضلي يا هناء شكرا عليكم عليكم سلامة تفضلي يا حبيبتي لو سمحت أنا طبعا بشكرك عن أنتم بتقولوا ده بس فيه بالنسبة للقطاع الخاص بالنسبة للجمعيات الجمعيات الأهلية بيتطبع عليها قانون القطاع الخاص نقول للجمعيات الأهلية دي بجهات خدمية ما ينفعش يتطبع عليها قانون القطاع الخاص إيه اللي بيأخذ حواسس ومكافآت وزيادة أجور في ساعات العمل وده نطبع عليها لبتوع الجمعيات بتوع جمعيات دلوقتي السبعة في المئة بتاعات هم مخدوها الألاوة الاجتماعية بتاع شهر السبعة مخدوهاش بقانهم سنتين علشان الاجتماع ما تمش بين الرجال الأعمال والتضامر مش عارفوا على بيأكتبوا مع مين ومخدوش الألاوة الاجتماعية هم زنبهم إيه إذا كان هم هم جهة خدمية مش انتجية تمام هم مش مستجدين أصلا طبع عودات برضو مرة ستة وكل أنا ممكن في أي وقت قولهم يلا مع السلام فياردت بصولهم بصة وزيرت التضامن تبص لفتور الجمعيات وبعدين دي الجمعيات دي مشروعات الوزارة يشهول الاجتماعية يعني إحنا بنشتغلتهم مشروعات الوزارة المتندة للجمعية يعني المفروض إحنا تابع الحكومة مش تابع الجمعية ورغم ذلك يقولك مليكش حق في السبعة في المئة العلاقة اللي انت العلاقة لا أقصى حد حاضر يا هناء أقصى واحد بياخد مرتب دي وقت حاضر مجي ليه بعد 12 سنة خدمة بشكرك يا هناء معلش يا جماعة ده آخر تليفون في الفقرة دي بس معلش عشان وقتنا للأسف بيخلص بس أحب أخد من يعني سادة الضيوف كلمات أخيرة أستاذ مجدي أصلح إزاي من وجهة نظرك منظومة العمل الخاص والقطاع الخاص بحيث أن يبقى صاحب العمل زي ما كده أستاذ شعبان كان بيقول شريك مع العامل مش واحد بيشتغل عند التاني وإحنا الاتنين بنشتغل عند الدولة لازم القانون يتغير قانون العمل يتغير وهذا القانون لابد أن يكون فيه توازن ما بين حقوق العمال وحقوق صاحب العمل دي نمرة واحد نمرة اتنين لابد من تحديد حد أدنى للأجور وفي نفس التوقيد حد الإعفاء الضريبي يساوي حد الأدنى للأجور نمرة ثلاثة لازم أعمل حد أدنى للمعاشات بمعنى الراجل اللي قال أنا متأمن على 184 جنيه ده ده كلام فارغ لازم النهاردة أنا بياخد حد أدنى للأجور 1200 1300 1300 لابد أن يكون التأمين مناسب للمبلغ اللي بياخد بالضبط مناسب للمبلغ مش لل180 ده دول أهم حاجة الحاجة التانية لابد من وجود فرص عمل فرص العمل هي اللي بتخلي صاحب العمل يتمسك بالعامل أو يدربه طول ما فيه أزمة فيه فرص العمل وفيه الطالة كبيرة للأسف أن عدم موجود فرص عمل ده بيخلي صاحب العمل يعني يتعامل بشكل مش كويس مع العمل طيب سيادة النائب هل هناك مشاريع قوانين أخرى حضرتك شايف أن هي لازم يعني تقدم وفيه قوانين لازم تتعدل بالطب أنا اتفاقنا على أن قانون العمل خلاص هيدخل أيو وده هيحل مشاكل كتير زي ما قلت ويمكن أنا لخصتلك الحلقة في البداية لما قلتلك الأربع حاجات اللي هم تكلموا فيها أدري مرة واحد اتنين لدينا قانون النقابات العملية هيتعرض قريب على مجلس النواب وده هيبيع تشريعية جديدة لخلق فرص القيادات نقابية جديدة قادرة على أنها تتحرك داخل العمال بشكل كويس تمام مرة ثلاثة القانون المهم والأهم وقانون التأمين والمعاشات حضرتك النهاردة وده مهم لكل الناس عايتك تتخيالي أن الحد الأدنى اللي معمول دلوقتي 500 جنيه الدستور قال عايزين حد أدنى عادل للمعاشات وحد أدنى عادل للأجور وإحنا كنا في آخر وإحنا بنشر بنشر بنوافع على قانون زيادة المعاشات في مجلس النواب وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي وعدت أن هي لابد خلال شهرين أن تضع قانونا جديدا للتأمين والمعاشات يتناسب مع أصحاب المعاشات اللي أصبح النهاردة يعني 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 أنهم مش قادرين يعيشوا بالقيمة اللي هم بيخدوها ولذلك أنا بطلب من السيد وزير المالية والسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي سرعة عرض مشروع قانون التأمين والمعاشات تمام بما يكفل كرامة الإنسان في مصر أستاذ شعبان فضل أنا بالنسبة لي بطلب من القارة السياسية الإنصاف ما بين العامل وصاحب العامل فيه توسع جامد في سلطات رجال الأعمال القانون مش عارفين ننفذوا عندنا أحسن قوانين في الدنيا إنما بتقف عند حطة رجوة الأعمال و القوانين عندنا ما بتتنفذ يبقى أنا عاوز المحكمة لما تصدر القانون وبتقول بالقوة الجابرية يبقى تنفذ بالقوة الجابرية ما فيش حد قانون كبير على القانون أنا هنا عندي مشكلة إن في حد ما ما بتتطبعك شريك هون خلص في حد بتتطبعك طيب دي برضو نوطة مهمة عموما إحنا يعني طبعا فتحنا الموضوع لسه الموضوع لم يكتمل ولسه ما كملناش كلامنا ونوعيدكم بإذن الله إن احنا هنكمل الموضوع ده في حلقات مقبلة مع ضيوفي طبعا اللي بشكرهم شكرا جزيلا أستاذ مجدي البدوي أمين آآ العمال بحزم مستقبل وطن شكرا جزيلا بشكر النائب محمد وهبالله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شكرا سيتنام شكرا جزيلا وبشكر أستاذ شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعملين من القطاع الخاص شكرا نقطتين قبل ما نروح لفقرتنا اللي جاية برضو يعني من وجهة نظر بقى يعني مواطنة مصرية عادية جدا التعليم الفني دي حاجة نهتم بيها كويس قوي عشان يعني نقدر ننهض وحاجة تانية لما نلاقي مجموعة شباب زي اللي بيعملوا أي مشروع في الشارع أرجوكو نشجعهم نساعدهم ما نجيش نكسر لهم اللي هم عاملينه ولو سمحتم يعني ما نخوفهمش علشان ما يحبطوش لأن المشاريع دي لما بتكبر بتبقى محلات ومحلات كبيرة ومجموعات دول حاجتين عشان دول حاجتين أنا شفتهم كتير جدا في الشارع وأرجو يعني السادة المسؤول ده أيا كان هذا المسؤول أنه هو يحافظ على الشباب دول بعد الفاصل اطلاق آفة المجتمع ابقوا معنا أهلا بكم مرة تانية مشاهدين ومعايد فقرتنا الرئيسية الثانية والأخيرة في هذه الحلقة نوهنا في البداية أن احنا هنتكلم عن الطلاق اتكلمنا زي ما قلنا عن الطلاق من كذا زاوية والنهار ده هنتكلم عن يعني الزاوية الأسرية أكتر من يعني تأثير على الأطفال ويعني التصرفات الانتقامية اللي قد يفعلها الزوج أو الزوجة عن طريق الأطفال وإيه هو الحل بالزبط مع دفتنا اللي من ورانا في الستوديو دكتورة هالة عثمان المحامية بالنقد ورئيس مركز عدالة ومستندة أهلا بك يا دكتورة شباب الخير عليك وعلى كل سادة المشاهدين أهلا بحضرتك طيب إحنا يعني الحقيقة كنا قد تناقشنا في موضوع الطلاق ده كذا مرة بس الانتشار للأسف زاد ما قالش وخلينا نكونوا وقعيين ناس كتير بتنسب ده لمواضيع مثلا اقتصادية وناس تانية بتقول لا اختيارات خطيئة المهم إن احنا في النهاية بننتقم من بعض ما عنديش أنا بقى أي ثقافة الطلاق ثقافة إنه ما حصلش نصيب ثقافة إنه لأ مش هينفع بس فيه أولاد النقطة دي مش موجودة فبينتج عنها المشاكل أكيد حالك بتشوفيها يعني من وقع عملكة القانونية تبديد منقلات اتهام اتهام بالزور يعني كل طرف بيتام التاني بالزور حضرتك يعني شايفها القصة دي يعني زادت ليه لا ده زيادة عدلات الطلاق في مصر ما زي ما قلنا وبنقول دايما وبنكرر إنها أسباب كتير ممكن تكون أسباب اقتصادية ممكن تكون أسباب صحية ممكن تكون أسباب اجتماعية ممكن يكون أسباب حتى ممكن تكون نتيجة عدم الثقافة يعني أسباب كتيرة جدا جدا بس بتختلف بقى من بيئة الأخرى وبتختلف بالنسبة للمستويات الاجتماعية بعضها وبعض فدي اللي بتخلي باستمرار باستمرار إن احنا كل يوم واتاني في زيادة مستمرة بس في النهاية بانتو جعلها لازم ومشاكل ألجأ فيها للقانون مفيش حاجة بتبقى ودي معظمها معظمها وزي ما قلت لحضراتك قبل كده احنا كنا مع بعض يمكن من أول من أول البرامج اللي تكلمنا فيها عندوكم هنا في الشرطة الأسرية اللي احنا دايما بننجي بيها بالضبط وبنلح في الطلب وينقول والله إن دوت ممكن يكون إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للنواي اللي عمالها تتفتت بالنسبة للأسرة اللي عمالها تتحلت بالنسبة حالات الطلاق اللي عمالها ترتفع كل يوم والتاني ومش قادرين نخلق ثقافة جديدة إن في حالة الانفصال نخرج وإحنا متصاحبين وإحنا متصالحين مش وإحنا أعداء والأعداء ده العداء ده بيوصل والقراهية والبغيدة اللي بينهم هما الاتنين بتوصل للأطفال والجرائم آه طبعا بتوصل لجرائم الشرطة الأسرية علشان بس الناس اللي ما كادش متابعين ودي أهم حاجة من الحلول إحنا يعني مش عايزة أهرب من الواقع وأقول إن ما فيش طلاق وإن الدنيا هتبقى وردي بعد ما نحل مشاكلنا الاجتماعية ومش هيحصل لا هيحصل وخلينا نكون على أرض الواقع هتحصل حالات وهتحصل حالات وهت يعني مش كويسة في الطلاق هتحصل حركات انتقامية هتحصل تصرفات غير متحضرة سواء من الرجل أو من الست نتيجة لها حاجات كتير الشرطة الأسرية دي عبارة عن فعلا زي ما دكتورة هالة قالت كده ما إنقاذ قاذ ما يمكن إنقاذ وهم شرطة هيكونوا أفراد من الشرطة عادي جدا بس ليهم يعني أنا عايزة برضو أو أذكر كل استادة للأفاضل المشاهدين أني أنا مش بقول شرطة أسرية يعني رجل شرطة بس لا أنا بقول لجنة بقول كتيبة بقول مجموعة بقول رجل شرطة ورجل اجتماعي ورجل دين ورجل نفسي ورجل طبي يعني اللجنة كاملة متكملة تقدر تحتوي الموقف سواء كان من الزوج أو من الزوجة طب اللجنة دي تكون يعني بعد يعني مثلا في حالة وقوع المشكلة القانونية في مشاكل أو في تنفيذ حكمة حيتعامل علشان خاطر بس تساعد بيبقى في أولاد في البيت وكده أو في أسرة أو في حالك عالفة بقى السمعة أو المعتقدات بتاعتنا والكلام دا كله الكلام دا بعد وقوع الطلاق ولا ممكن نستعمل اللجنة دي قبل أنا عايزة قبل وقوع الطلاق أول ما يدب الخلاف بين أي حد وما حدش برضو يتخيل أن إحنا بنتكلم على زوجة بس أنا بتكلم عن الأسرة عن الرجل والمرأة عن الإبن والإبنة عن الجد والجدة أنا بتكلم عن الأسرة كاملة متى كاملة أنا وصلت لفين أول ما يحصل خلاف أو شجار أو اختلاف على أي حاجة واللجنة دي أو المسمى اللي احنا قلنا عليه الشرطة الأسرية الشرطة المجتمعية الحماية المجتمعية أي أن كان المسمى اللي بعد كده يمكن تطلقه على المشروع دا يبقى أنا في الوقت دا لما تحصل المشكلة بدل ما أروح لحد من أهلي أو حد من أهلها يبقى المفروض لجنة محايدة واللجنة المحايدة تكون مهمتها الأولى هي التوافق بين الاتنين وتزليل المشكلة أو تزليل الخلاف والمهمة الأخرى هي بداية الإجراءات للتقاض إن زي ما احنا البعض بيقول إيه بيقول إيه طب ما احنا كده بنعمل عملية سطوة على اللجان التسوية الموجودة في المحاكم ولجان التسوية مهمتها الأولى الأولى ابتداء من الإجراءات بالنسبة للتقاضي إن احنا نقدم لها الطلب والطلب ده وبيستدعى فيه الزوج والزوجة ولكن هنا الأمر غير ملزم يعني بمعنى إن الزوجة تروح تقدم طلب لهم لجنة التسوية لجنة التسوية تحدد جلسة وتحدد الجلسة دي تعلم بها الزوج والزوج ما بيجيش فما فيش إلزام ما فيش أخصاء اجتماعي أو أخصاء نفسي مهم أو رجل دين يعود مع الطرفين ما فيش زي زي ما احنا كنا بنشوفها كده كعادات وتقاليد ما فيش كبير فيش كبير ليوم هما الاتنين يتعامل معهم عشان يحل المشكلة فأنا أصدي إن اللجنة دي اللي هتكون موجودة بموجب خانون وبموجب تشريع وبموجب تفعيل تفعيل هيكون المهمة الأولى لها هي التوفيق بين الاتنين والمهمة الأخرى أو المهمة التالية لها والنهائية هي توصيل هذا الأمر للمحكمة دي بداية وليس نهائي لأنها هيكون لها اختصات كتير عظيم ده بالنسبة للشرطة الأسرية بكرر سؤالي لستادة المشاهدين لأن الشرطة الأسرية ده هياخد مننا موضوع يعني كذا حلقة هل أنتم مع تفعيل فعلا الشرطة الأسرية ولا لا احنا معينا من هنا كده لغاية أسبوع علشان نعرف رأي حضرتكو في موضوع الشرطة الأسرية طيب بالنسبة بقى للقوانين الأخرى لأننا يعني بما أننا كده بنتكلم بقى لنا شوية كتير على تعديل القوانين في قوانين كتير الناس مش راضية عنها يعني مثلا قانون الرؤية بالنسبة للأب بالأب من دائم قانون زي موضوع أن هي حكاية النفقة بالنسبة للستة عشان ما حادش يقول بس إيه أنا تحيصت بس في قوانين فعلا مكحفة للرجال وفي قوانين مكحفة للسيدات لما تيجي واحدة دلوقتي تقول أنا فجأة لقيت نفسي الشقة اللي أنا فيها متباعة ومحكمني بنفقة ربعمائة جنيه وعندي ولدين ثلاثة طب المحكمة هتعمل لي إيه طب استنى طب نحق طب مش عارف إيه لا أصحنا مش كده طيب بالنسبة للرؤية الولد عايز يشوف بابا أو الوالد عايز يشوف ابنه فيحكموله بتلات ساعات في الأسبوع في مكان هم اللي حددوه وتيجي تفضل تشحن 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 في الولد وساعات تروح وساعات ما تروحش إيه طب هنعمل إيه روح برضو المحكمة القانونين دول أكتر حاجتين يا دكتورة بيديقوا الناس هل في مشاريع لتعتلهم يعني بصي لا مش القانونين دول بس بص دول أكتر الشكوي يعني يعني لا والست اللي بتقعد فترات طويلة للطلاق في المحكمة والست اللي مش لقيا تاكل ولا تشرب ولا تعيش عشان خاطر لسه ما نفزتش حكم النفقة والأب اللي مش قادر يشوف ابنه غير ثلاث ساعات والأم تتهرب منه مرارا وتكرارا وممكن تاخده وتسفر عشان مش قادر يشوف ابنه والراجل اللي ممكن يطلق زوجته غيابي وهي متذكرة أو متخيلة أنها لسه على زمته والراجل اللي ممكن ياخد العفش بتاع الست دي ويحتفظ به وهي بدايخة دايخة في المحاكم عشان تاخد حتى متعلقاتها الشخصية من هضمها والحجاج بيخلي الناس تلجأ لتحايل وعنف وجرائم وجرائم متصرفات غير لائقة أبدا يعني ما تصنش العشرة طيب أنا أسف أستاذ حالك معنا تليفون عماد من القاهرة قال له حلو أيوة صباح الخير صباح النور تفضل يا أستاذ عماد أهلا بيك صباح الخير يا معا أهلا بيك تفضل عشان احتراما ليكي بس أنا لازم أقول الحقيقة الحقيقة اه ايه الحقيقة اللي هي ايه بص يا سست اه بصي تسعة وتسسين وتسعة ومعشرة من المشاكل اللي هتحلوها دي هي سبابها الراجل السبابها الراجل لا تبتقول كده بتجملني يعني لأ ما احنا عارفين سبابها الراجل وسبابها السبت اه 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 انا بقولك تسعة وتسعين وتسعة من عشرة اه يعني مش بقولك نسبة كبيرة طباب قبل الجوال او بعد الجوال مفيش حاجة بتاخد حقها فيها خالص وده على فكرة مش حلو للاتنين يعني ده مش حلو للراجل انه هيشوف حد قدامه بيتفهر لانه كده بيضغط عليه في كل عدة بيضغط عليه قبل ويضغط عليه بعد يعني كوفوها من الطلاق لا تطلقيش لحسن يا حسن لحسن مش يدردي حقيقة في المحاكمة يعني انتم بتعترف انه بتاخدش حقيقة في المحاكمة وبعد كده لما تطلق مع انه هو مسلا عشر سنين بيعمل بلوي سودي هي قصة مش كده هي قصة القانون السيدة المحامية اللي قصادية بتتكلم عليه خليني يقولك بس يعني عشان يعني برضو هتخفز برضو عشان احمي على الهوة وما فيش مواد قانونية تحمي المعروضة خالص خالص مش موجودة يا موجودة مش مفعلة يا اما مش موجودة اسمع كده يا استاذ عماد دكتور هلا معاك استاذ عماد طب انت ايه المواد القانونية تحمي ايه بالزبط تحمل راجل ولا الست ولا الطفل اه لا انا بقول لحضرتك الحقوق دي ما هو الحقوق اتفضل يا استاذ عماد وطي التلفزيون بس اتفضل اه مطي والله اه او وطي خالص انا بقول لحضرتك لو انتي اديت لي الام حقها بعد الطلاق على فكرة لو اخرت النفاقها واخرت حقوقها كاملة وربت ولادها كويس من غير ما تتبهدل في المحاكم وتروح هنا وهنا على فكرة هتروح تخليه شوفه لهذا انما انت بتتكلمني في واحدة لو اخدت حقها بتصرف قد ومرة ونص على المحامي وعلى المشاوير وعلى 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 لو اخدت حقها ما بالك ان هي عمرها المحامية اللي اقصدها انا مستعد رقم سليفوني معاك حسع مليون جنيه لو واحدة في مصر كلها اخدت الفلوس اللي بتصرفها على المحاكم من الحكم المحكم انا بقول لها قدام ايه حتى لو تحق لها بيدي تنفيذ طب اسمعني بس يا وستاذ عماد اهو انت شايفني انا ضد المرأة لا 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 انا باعا انا ضد القانون الجامد اللي هو بيكون في تنفيذه فيه صعوبة وفيه مشاكل كتيرة استحالة بالصعوبة ايه اللي استحالة القانون استحالة يتنفذ لا مفيش حاجة اسمها استحالة يتنفذ واللي احنا كنا نبقى في غابة كنا ناكل في بعض القوانين بتتنفذ وفيه احكام بتطلع وفيه برضو ناس بتنفذ الاحكام ديت اللي هي الموجودة الشرطة الموجودة ولكن مش بين النسبة اللي المفروض انا اطمئني لها او ان انا ارضى عنها لان اللي انت حضرتك بتقوله ده اسمعني بقى حضرتك اللي انت حضرتك بتقوله ده يعني انت بتوصلنا ان احنا في حالة غوغاء ان احنا في غابة لا لا برضو انت ارداني الكلام ده مش موجود هو فيه قوانين وفيه محكمة وفيه شرطة طب بتفضل حضرتك حضرتك انا بقولك القوانين اللي موجودة بتحمي طرف واحد وهو الرجل انت بسميها تنيش كويس هو شايف ان القوانين بتحمي الرجل وما بتحميش واحد فقط انا بقوله حضرتك قوليلي قانون واحد عندك هو حضرتك انا بتكلم كلامي مواضح جدا قوليلي قانون واحد واحد فقط واحنا على الهواء واقولك دلوقتي هو بيبوز ازاي فالمحكمة على ايدي المحامين بيعني مرأة قانون واحد واحد فقط تمام انا فهمت اعزك شكرا يا استاذ عماد ناخد نادا من القاهرة نادا نادا ايوة ايا نادا تفضلي ايوة ممكن اكلم الاستاذة مها اتفض انت على الهواء يا نادا ايوة ايوة حبيبتي انا معاك تفضلي ايوة حبيبتي انا عندي مشكلة ممكن توصليني باي حد بخصوص المرأة الدكتورة هلأ عثمان معاك هي عليها تفضلي قولي لها اه طيب يعني هي مشكلة يعني ممكن تكون مشكلة عامة ايه مشكلتك يا حبيبتي تفضلي اه يعني مع واحدة تعيش مع جسعة اكتر من 20 سنة ايدي فجأة يطلقها ويروح يتجوز واحدة ثانية تتجوز وسبها بولادها بحالة وبعد كده توفى ليه هي ما تكون تعيش معاها اكتر من عشرين سنة وتعيشت وتربي ولادها وكلا ويكون هي دخلها بسيط جدا ليه ما تاخدش المعاش بتاعه عشان هي طلقت فما تاخدش المعاش حاضري انا ده هنرد عليك طيب هقول لها حديثك حاجة وقبل كده كان فيه قانون قدهين يقول لك بل تعيش مع زوجها مثلا 20 سنة لها حق تاخد بزء من المعاش بس هي موظفة باستخلها بسيط جدا موظفة تغيرة ودخلها بسيط وعاشت عمرها وفنت عمرها لولادها وكل حاجة ليه ما تاخدش معاش بزها هي امن فاصلة وهو يتفصل عنها طيب حاضري انا ده هنرد عليك ام محمد من السويس سلام عليكم عليكم السلام تفضلي سلام لو سمحت اعنالية بنتي مطلقة من 2009 حاول يتكلمين تاني معانا فوزية عليكم السلام رحمة الله تفضلي انا عايز اتكلم الاستاذة والمهم صباح الخير الاول نشكركم على البرنامج اللي انتو عاملينه دوت شكرا ليك بيطلع من دوانا حاجات كتير الفعالات كتير ما احنا تعرفين يعني نقول هلين شرفني كلامك يا مدام فوزية اتفضلي الدكتورة هلما احد رأيك انا ام طبعا لجهزة مكهورة ايه رأيت لما تدرب ويجيب حد في قلب بيتها قدام عينيها ولازم تستأدلوا واحدة يعني اه هو مرتبط بيها الله اعلم باي نوع اه ولاد تتدرب ولما تيجي عمد شديد اهلها يمنع العيال يروحوا معاها ويدرب فيهم ويعذبهم عشان يضغط عليها والولاد يتقسلوا بيها بالتليفون وحطة يتدرب ويسوطوا ولازم تيجي بيتتدرب قدام اللي بيجيبها اتتبهت ولو جابت اي مصروف في البيت يعايرها باللقمة اللي بيأكلها هي وعيالها ولما حدت فقط فقطة بقى قابلها في اللي عند الامتحانات وهي بتهجل الامتحانات مع ولادها بتوصلهم لفت مضاربها بقاولت يرجحها بالعافية ورفعت قضية وبعد القضية ضلتوا بتكها ضربها ايه يحميها قولي الاستاذ ترد علينا وتقولينا ايه لي يحمي الساكدين طيب ممكن مدام فوزية تتواصل معاك يا دكتورة ما تقفليش يا مدام فوزية هنديك رقم دكتورة معاك لو بس لو تقفل غزيا عني طيب طيب ما تقفليش بس معانا محمد من الجيزة محمد معانا ايوة فضل يا استاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا رجاء في البداية انكم ما تقفلوا ليش حديثي يا فاند ابتحت عمرك فضل اه وصلت المعلومة شكرا اه يعني لان احنا بنتكلم في بناء اسرها اه اذا ما اخذنا من الوقت شوية يعني للأسف الشديد انا عند لي سؤال للاستاذة الفاضرة هم تفضل دكتورة هل مجدد المشرع المصري في القانون السماوي الذي انزله الله سبحانه وتعالى في قصور فجاء بقوانين وضعية ليكمل هذا القصور لا طبعا استاذ محمد ايوة اتفضل يا فاند مكمل ما لا اه اولا برضو يعني نختلف مع الاخ اللي قال ان القانون الموجود بيحمل مرأة فقط للأسف الشديد ده بالعكس هو قال بيحمل راجل ما قالش بيحمل مرأة حقوق اكثر من حقها بمراحل اه 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 يعني بتاخد النفاء وابتاخد المؤخر وبتاخد العسر ويمكن قبل ما تاخد العسر يكون مخبية حاجة اه قطع او اتنين من الايمة ويتعمل له معدر واضية وسجن اه ويضطر يشترها لها ثاني رغم انه ما بيلاقيش في السوق نفس النوع اللي هو اه مضى عليه خمسة عشر وعشرين سنة يجيب البديل ما ينفعش ما ناخدوش اه لما بياخد اه حكم رؤية بيدخل السبع دخلات عشان يشوف اولاده وبعدين اه للأسف الشديد اتقالت له كده نصا انت ااخد حكم رؤية ملكش كلام معاهم كلمة ما تقول هاي ظامش حط يضع البيع على بنته ولا ولد من اليل اه اه نازل ايدك انت انت الحكم بتاعك حكم رؤية اه اي قانون هذا يعني انا ااسف جدا قبل كده اتكلمت معاكم اتعطوني وقلتوا مفيش حاجة اسمها قانون سوزان هذا القانون قانون وضعي نرجع الى الله وانتق الله في اولادنا وأيو حاجة رائع Laura وحاجة السحي حاجة هذا القانون فى أ見て ام drama وكانت فتحاجة اوايا بالخلات يعود المرأة كي تحاجة يا اه في نفس الابن النفور من الابن لدرجة انهم بيقولون لابونا مات طب اذا عليك لما تحرض ابنه يقول لابونا مات هل هذا هيتعنده استعداد انه ينفق عليهم ده هيتهرب ويتهرب ويتهرب في مسؤولياته معك حق طبع يعني هم لدينا رجاء الاخوة الاصاضر القضاء او العضاء مجلس النواب او السادة اللي فيديهم القرارات يعيدوا النظر في هذه القوانين الوضعية طيب انا بشكرك واستاذ محمد انت عايز تقول حاجة تانية انا عايز سلامتك بنتي وربنا يوصقكم الله يسلم خير للمجتمع كله طيب شكرا واستاذ محمد اللي احنا استشافناه معلش انا اسفى فيه اتصالات كتير جدا جاية للدكتورة هيلة بس الوقت للأسف بس علشان صلات الجمعة الرابط واحنا يعني اكيد الاسبوع الجاي بإذن الله هنكمل الموضوع ده بس اللي احنا سمعناه بقى دلوقت يا دكتورة هيلة خلينا بس نقول سريعا قبل التليفونات كان الجرائم اللي حضرتك اشرت لها ودي كلها يعني فيها جرائم ضمنية انتقامية علشان القوانين مش نجزة صح حضركم وفقاني؟ بس انا عايزة ارد على الاساس اللي اتصل اول الاتصال فضل وقال ان القوانين كلها في صف الرجل اولا احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن الاسرة ولما بنقول رشدتة فرشدت اصلاح لكل الافراد انا كامرأة كامرأة مبسوطة ان يقول الكلام دوت ويكون في صف المرأة بالشكل ده واتمنى ان يكون المجتمع كله في صف المرأة بالشكل ده لان لو انت شعرت ان الطرف الاخر اللي هو الرجل في صف المرأة بالشكل اللي هو قاله يبقى احنا مفيش خلاف خالص وهنبقى في المدينة اللي احنا بتمناها لها المدينة الفاضلة ولكن هو القانون مميز بين المرأة والرجل في جزء من الحقوق للرجل وفي جزء من الحقوق للمرأة وده جاي من كتاب الله وصنة رسول الله ده مفيش غبار المشاكل اللي بتحصل ان الرقابة على القوانين دي واحدة تنفيذ الاحكام اللي بتصدر من القوانين دي الامر التاني وهو بيقول لا مفيش ولقا لا احنا الرؤية بالنسبة للطفل بالنسبة للمرأة ودلوقتي بقى زي ما الاستاذ الفاضل استاذ محمد في اخر قال انها بعد كده الخيار والخيار برضو بيبقى بالنسبة للمرأة المنقلات بالنسبة للمرأة الحضانة بالنسبة للمرأة كل ده بالنسبة لكن احنا عشان نفعل الامر ده وننفذه بالشكل المردي هي دي المشكلة دي واحد الامر التاني السيدة اللي قالت ان انا قاعدة مع عشرين سنة وما خدتش معاش دي قوانين وعشان نقول والله ان في دولة ليها عماد قوي وليها وجود وليها كيان والمفروض لها مراحل تطور ومراحل ازدهار يبقى لازم تكون دولة قانونية قانون بقى عقيم أو قانون مش عقيم نصلح القانون ندور على من يوملك هذا الامر من مجلس النواب اللي ما اخترتهم ووصل مشكلتي وشكوتي ليهم ووصل مشكلة الاخرين برضو ليهم عشان يبقى فيه تصليح الامر التالت اللي هي الست اللي بتقول جزها بيدربها ده مش انسان بيدرب الولاد ده غير يضربها يعني منتهى المهنة ومنتهى الانقاس ومنتهى الحقارة ان هو يجيب واحدة ستة يعرفها ويتعامل معها ويخليها تيجي عند مراته والمفترض يتعامل معها بشكل غير قدمي ويدرب مراته الاولانية عشان صاحبته التانية هو ده اللي انا بقول عليه لازم يتدخل حد تاني والتدخل دوت يكون من الشرطة اللي احنا بقول عليه اللي هي الجهة تكون هي النجدة السريعة للأسرة سواء كانت في الشارع او في البيت وبالتالي لما انا يكون في مشكلة اخلاقية ومشكلة اجتماعية في ضيئة من البقات الموجودة واللي دايما بنقولك والله ده هو مفترض ده هو ظالم ده واحدة ماشي معها النهاردة فجابها عشان يغز بها امراته اللي هي ام ولاده لما يحصل الحاجات دي وما يكونش في رادع وكمان عشان يرجعها ضرب الولاد ويسمعهم لها في التليفون وهم بيتضربوا عشان تخاف وتيجي مين اللي ينقذ بقى مين اللي يكون انا النهاردة عشان اروح اعمل محضر في الاسم او اعمل محضر في جهة الشرطة بالكلام دوت هيتقبل المحضر ما فيش مشكلة خالص بس اجراءات التقاضي او اجراءات وصول المحضر ده للجهة التحقيق وبعد كين ده المفروض يحل جهة المحاكمة ياخد وقت كتير لكن لما يكون فيه شرطة او نجدة سريعة ما هو عشان الوقت الكتير ده بيحصل الجرائم دي هو عارف ان هي مش هتعمل له حاجة عشان عارف اجراءات التقاضي طويلة وعارف ان فيه مشاكل اكتر بكتير من الاهمية انها تراعى في هذا الوقت فانا النهاردة لما يكون عندي نجدة الاسرة او شرطة الاسرة اللي تكون على التوب مجرد الاتصال او مجرد اللي بقوا ليه تقدر تتدخل وتقدر تعالج المشكلة وتقدر تاخد اجراء سريعا هو اجراء حقيقي واضح للجميع سواء للشخص المرتكب الجرم ده او للاخرين من الرضع ويكون فيه عقاب سريع انا هقول في الوقت ده يبقى انا بدأت النواهي الحقيقية للاصلاح عن طريق جهة تشريعية وجهة رقابية وجهة تنفيذية في نفس الوقت يعني نجمعهم الاتنين في بعض ونقول والله اللي بيحصل ده مش هي لان هو الوازع هنا هو اخلاقياته واخلاقياته منعدما لا وانا مش هحاسب بقى ورائب كل واحد قانون يمشي عليه اللي عنده اخلاق هو ما عندهش اخلاق فمين اللي يحاسبه المفترض ايه دلوقتي اللي هي الجهة اللي احنا بنونا عليها اللي هي النجدة سريعة للأسرة اللي هي شرطة الأسرة انها توقفوا عند المهزلة اللي بيعملها سواء هو او غير لانه هو لما يتصرف التصرف دوت بيبقى عنوان للاخرين ان هم يعملوا مرضو ممكن كده يعني ما فيش قانون المفروض يكون راضي عليهم بالنسبة بقى للمشكلة بتاعت ان مثلا هتاخد الزوجة هتاخد الشقة فتيجي بعض من الحركات الانتقامية واسمعنا يمكن كان في احد المكالمات على الموضوع ده بتعمل ايه المفروض ان هو هيرجع لها حاجات تقريبا في القيمة او حاجة زي كده وبتاخد حاجة او حاجتين تطلعهم برا البيت فهو المطلوب ان هو يجيب الحاجات اللي موجودة في القيمة فبيلاقيهاش طب انت كده ده انت تبديد لا تعال اتحبس بقى فدي حاجة من الحاجات اللي بتتعبس اللي دي معناها يعني ايه انا النهاردة كزوج المفترض ملتزم بكل المنقلات المنصوصة عليها قيمة ونوعا موجودة في القيمة قيمة المنقلات الموجودة اللي هي افترض زياني ساعة عقد القران او الدخول سلمتها له التسليم على سبيل الامانة مني ويتعهد بردها في سواء انا طلبتها او في اقرب الاجلين اللي حصل لقدر الله الوفاء وكانت الحاجات دي موجودة في زمة الاخرين اللي هم الورصة اللي هم اهلية الزوج ده انا بتعهد بردها بس الامر ده هو مش على اطلاقه بمعنى اني انا النهاردة بقالي عشرين سنة منتزوج والمفترض اني اني كانت عندي قدوة صفرة وقدوة صالون وعندي وعندي حبة حاجات من المنقلات الموجودة بس الحاجات دي من المستهلكات اللي المفروض مرضى عليها من الزمن نتيجة الاستعمال سواء بقى الاستعمال الاستعمال الجيد او الغير الجيد فانتهت الحاجات دي لكن انا المفترض مقبر امام المحكمة وبالنسبة لنص القانون ان انا حتى لو ما سلمتهاش المنقلات دي انا المفروض اسلم ايمتها دي واحد الامر التاني اني بتوحال هذه الاوراق كلها ليه جهة فنية اللي هي الخبير اللي بيقدر يعمل عملية موازنة بين ايه؟ بين المنقلات المنصوصة عليها في الايمة وبين المنقلات المعروضة من الزوج والمنقلات المعروضة بالزوج اذا كان الطبقة اللي في الايمة مع عمر الزواج فهو بيكتب التقليل وبيوديه للمحكمة والمحكمة بتلزمه بتقديم المنقلات دي او لو مش هي بيبقى مقبر وليس مخير بناء على قرار المحكمة انه يدفع قيمتها المنصوص عليها تمام احنا كده ردينا على كل المكالمات وفي النهاية برضو هارض على حضراتكم السؤال تاني علشان الجمعة الجاية نبتدي ان احنا نتكلم في الموضوع بشكل اكثر يعني استفادة وبشكل اكثر جدية الشرطة الاسرية هل حضراتكم موافقين على موضوع الشرطة الاسرية او لجنة الشرطة الاسرية اللي هتبقى مكونة من رجل شرطة ومحامي يعني واستشاري ورجل دين واستشاري نفسي واستشاري اجتماعي ولا لأ من هنا للجمعة جاية يا ريت حضراتكم تردوا علينا في الموضوع ده علشان يجب ان على صفحاته طبعا على الفيسبوك تبعتولنا اسم اسس على 9-11-70 هل انتم معترضين ام موافقين في النهاية بشكل حضرتك شكرا جزيلا دكتورة هالا وان شاء الله الى لقاءنا باذن الله الاسبوع القادم دكتورة هالا عثمان المحامية بالنقد ورئيس مركز عدالة ومساندة شكرا جزيلا شكرا جزيلا حضرتك معنا النهار مشاهدينا ان شاء الله بكرة هتكون معاكم زملتي منا فاروق اشوفكم باذن الله الاربعاء في تمام التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة حلقة جديدة وصباح جديد وصباح دريم فكونوا على موعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة